اشتركوا في القناة الجهنة والمقولين وغز المحلة هم كمان لسه مستنيين مصرهم دوري كان فيه مدربين كبار ولعبين مميزين صورة كانت افضل وملاعب احسن بس هيفضل احلى ما في الدوري السنة دي عودة الجماهير اللي نوارت كل المدربات موسيقى يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ساعات وينتهي الدوري الدوري اللي بدأ في شهر اكتوبر اللي فات 2021 خلاص هيخلص اوه في نهاية شهر اغسطس 2022 موسم طويل عشر شهور موسم طويل ضغط مباريات اشياء كثيرة حصلت في الموسم ده حسم الزمالك البطولة خلاص وبراملز في الوصافة الاهلي في المركز الثالث واندية هبطت زي استرن ومصر المقصة ولسه مستنيين التالت الامور السنة دي كان فيها ايجابيات زي ما فيها سلبيات بس أنا النهاردة قلت ما نيجي نتكلم عن الإيجابيات ما احنا قاعدين الموسم كله نتكلم عن السلبيات كل يوم نقول اصلي مش عارف الضغط المباريات ده ما ينفعش المسابقة مش مظبوطة العقوبات مش عارف فيها ايه التحكيم لازم يتصلح طول الموسم عمليين نتكلم عن السلبيات استعنا نقول شوية إيجابيات الإيجابيات اللي واضحة جدا انه مستوى الملاعب يتحسن نتكلم على مستوى النجيل تحسن الكاميرات والتصوير تحسن وبقى في عادة كاميرات اكبر وبقى الفار عنده مساعدة اكبر من زي قبل من الموسم اللي فات هتقول لي يعني هو دلوقتي الامور مثالية لا مش مثالية لسه في نواقص بس الامور اتحسنت الصورة بقت احسن الملاعب بقت احسن الجماهير رجعت المدرجات دون مشاكل تسكر حاجة بسيطة يعني منواشات العادية اللي هي مثلا هجوم او سباب في المدرجات وبيحصل فيها عقوبات واللي بيعمل اكتر من كده بيتعقوا ما بيخشش الاستاد حاجات بسيطة وبتحصل برضو في كل ملاعب العالم الصورة في مجملها حلوة الصورة في مجملها حلوة المحتوى نتكلم فيه يعني نقول مثلا لا المستوى ممكن يبقى افضل من كده لا اجماعة كأندية ما تلدرواش تغيروا في الدربين كل شوية اجماعة لو سمحتوا اللعيبة بتاعتكم تأهلوهم بشكل احسن اجماعة عايزين الفرق كلها يبقى فيها عدد كبير من ناشئين لو سمحتوا اللعيبة تبقى مركزة مع الفرق ما تفكرش في تعقودات جديدة المستوى الفني للمدربين يبقى افضل صحيح فيه مدربين ظهروا السنة دي عملوا موسم او عملوا موسم رائع جدا اسابيع ممتازة جدا في الدوري الممتاز كابتن طريق العشري كابتن علي ماهر كابتن احمد سامي كابتن عبدالله حميد باسيوني اللي أنا بتذكره يعني بقوله كابتن حمزة الجمل عمل شغل عظيم مع الإسماعيلي أنا بتكلم عن المدربين المصريين تحديدا سيبك من الأجانب اللي مثلا واحد زي فريرة هو الأفضل طبعا ما اللي عملوا معناها دي الزمالكة هذا الموسم بس إذا بتتكلم في شكل دوري بيتحسن كتير لما نقول يتحسن كتير دي معناها إيه معناها مش كورة بس معناها أمور تسويقية وهو أنت لما الصورة بتبقى حلوة التصوير حلو الملعب حلو اللعيبة بتقدم كورة حلوة المدربين بيدولة تاكتكس كويس كل ده بيعلي من قيمة المسابقة التسويقية طيب لما القيمة التسويقية للمسابقة بيعلى إيه اللي بيحصل فلوس بتخش أكبر للكورة المصرية فلوس بتخش أكبر للأندية فالأندية تطور نفسها فالأندية تجيب أجهزة مثلا أجهزة تدريبات واستشفاء أغلى شوية وأعلى شوية اللي عنده جهاز فني فيه ستة أو سبع أفراد يخليهم اتناشر زي ما بيحصل في أوروبا واكتر اللعيبة اللي انت بتشتريها هتشتري كواليتي أفضل تفاصيل كثيرة 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 بدأنا فيها التحسن ده الموسم ده أنا فاهم إنه المشجع مشجع الكورة بطبيعة الحال اللي بيحب فرقيته يعني هيبقى شايف إنه لا أنا فرقيته كثبت أنا فرقيته خسرت أنا فرقيته اتزرمت من التحكيم أنا فرقيته كليها تسلل وضرب الجزاء هيبص على الصورة دي وده طبيعي برضو ده هيحصل في كل الدنيا أنا بس بقولك لو أنت بصيت من هنا من برة شوية بعيد عن انتمائك وحبك لفريقك هتلاقي إن في بعض الحاجات اللي اتحسنت لما بقولي اتحسنت فانا أقصد المعنى اتحسنت ما وصلناش لسه للمثالية ولا إن احنا نشوف حاجة عبقرية مش ما تجيش تقول لي يعني أنت محسسني إن انت اللياتي بتتكلم على الدور الإنجليزي لا لا خالص ولا الدور الأسباني ولا الدور النمساوي ولا الدور أي دوري لسه لسه عايزين ناخد وقت بس على الأقل بناخد خطوات لقدام الخطوات اللي قدام دي تخليك متفاعل بالموسم اللي جاي واللي بعده النهاردة كان فيه 5000 مشجع بكرا يبقى عشر عشرين تلاتين يرجع الاستاذ تاني مليان عن آخره حلو حلو أنا النهاردة بصراحة قلت هتكلم إيجابي على الدوري ممكن بكرا تكلم سلبي بس النهاردة قلت ما مش كل حاجة يا جماعة في الحياة بتبقى سلبية في حاجة بتبقى إيجابية وفي حاجة سلبية السلبية احنا يعني هرسنا سلبي طول السنة طول السنة نقول يا جماعة ما ينفعش ده وما ينفعش ده وما ينفعش ده بس في حاجات حلوة فنقول عليها عشان نحفز نفسنا ونحمس نفسنا لللي جاي يكون أفضل إن شاء الله دي زاوية الدوري بالمناسبة في مباراة قيمة اليوم في الدوري الممتاز آخر جولة في يوتشار ومصر المقصة آخر مباراة للفريقين مصر المقصة اللي هبط رسمية بأداء صعب جدا بزروف صعبة جدا فيوتشار النهارده قدر يكسب هدف دونراده هدف ليه مرمان محسن في ديئة أربعة واربعين ده هدف المباراة الوحيد اللي فيوتشار بيه كده ضمن جزء كبير إنه ياخد المركز الرابع بس طلاع الجيش لو كسب بكرة الإسماعيلي طلاع الجيش هو اللي هينهي الدوري في المركز الرابع المواجهات المباشرة بين طلاع الجيش وفيوتشار في صالح طلاع الجيش يعني لو طلاع الجيش كسب بكرة هيوزيح فيوتشار من المركز الرابع ويضعه في المركز الخامس وياخد مكانه في المركز الرابع في المربع الزهب الجدول الدوري بكرة طلاع الجيش يتعادل أو قسم من الإسماعيلي فيوتشار مبروك عليه المربع الزهب والمركز الرابع وإن كان فيوتشار كده كده استفاد بالمركز الرابع بنهاية الدوري الأول لما صعد رسميا إلى الكنفدرالي الأفريقية لأول مرة في تاريخه في أول موسم ليه في الدوري إنجاز عظيم على فكرة فيوتشار الشيء بالشيء يذكر يعني من المنظومة نكحة يعني إيه نا منظومة نكحة منظومة كراوية نكحة هتقولي إزاي هقولك نادي مش جماهيري طلع الدوري ومع بطجت مع ميزانية يقدر يجيب بيها لعيبة اشترى اللعيبة اللي تفيدوا اللعيبة الخبرات واللعيبة الصغيرة في السن اللعيبة اللي ممكن ما كانش حد شايفها كويس زي بوب وإحمد عاطف واللعيبة الخبرة مثلا زي سعد سمير ومروان محسن وجاب برضو اللعيبة اللي عاملة مواسم هيلة في الدوري السنين اللي فاتت زي مثلا أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد وجاب لعيبة كانت راجعة من الإصابة وكان ناس فاكرة ان هي مش ترجع تاني زي مثلا مثلا كريم ندفد يعني كريم ندفد دلوقتي كلام انه الاهل يا حبيب انه يرجع وانه الاهل عايزه كريم ندفد كان مبطل كرة بقاله سنتين لدرجة انه الناس قالت انه كريم ندفد مش يلعب كرة تاني يرجع كريم ندفد بهذا المستوى بهذا الأداء المميز ويبقى واحد من نجوم الدوري الممتاز فده الشيء يحسب لنادي فيوتشر ويحسب للعب اللي قدر بعزيمة يرجع تاني لمستوى دلوقتي فيوتشر لما بتيتتكلم على سوق الانتقالات أكتر لعيبة مطلوبة في سوق الانتقالات مطلوبين من فيوتشر عد بقى احمد رفعت واحمد عاطف وبوبو وكريم ندفد دللي هتذكره وانا بتكلم مع حضراتكم يعني واسماء كثيرة وعمر كمال عبدالواحد اسماء كثيرة في وجوناس انا على الشمال كل دول مطلوبين طب مطلوبين ليه عشان فيوتشر عمل كرة حلوة عمل كرة محترمة عملوا منظومة زكية ادروا من اول موسم يبقوا في الكونفيدرالية الافريقية ادروا من اول من اول موسم انه ينفسوا على المربع الزهبي فده شيء وده قصة نجاح في موسم من الحاجات الايجابية زي بقيت لكم النهاردة هنتكلم على الايجابيات مش هنتكلم عن السلبيات في فيوتشر من ابرز الايجابيات هذا الموسم معنا طبعا زي بيقولوك ده ايه واحد من انت حافظ على النظام في هذا الفريق وانت قصت نجوم كبيرة جدا في الفريق الكابتن الكبير كابتن عبدالزاهر الساقة المدير الرياضي بنادي فيوتشر كابتن عبدالزاهر صباح الخير مشرف ومنور يا صباح الفل كيمو اخبارك ايه وحش لي يعني انت شرحت كل حاجة يا حبيبي دايما وحشني يا كابتن عبدالزاهر والله بسعجل بتواجدك معي انا كنت لسه بقول على نتيجة المباراة النهاردة ولقيت الشيء بشيء يذكر يعني اذكر قصة نجاح في يوتشر هذا الموسم عشان يهد قصة نجاح لإدارة قروية ذاكية وانا بركز في الكلمة دي ذاكية انه انت مش بقى معاك باجت وبتصرفه خلاص لأنا انت معاك باجت وبتكون فريق للحاضر وللمستقبل اعتقد ده اللي حصل يا كابتن عبدالزاهر احنا ممكن نضيف عليها كمان صناعية يعني ده ده الفرق فيه فيه حرفية في الموضوع صحيح فده الشيء المهم جدا انت كون الفريق فالم على قد السرعة اللي تكون فيها لكن الحرفية فيه تبان فيه جدا جدا في الملعب بشكل كبير جدا قد ايه اعمالية التكامل مع بعض وده ده كانت النظرية التكامل ان انت جاب ناس بمواصفات مختلفة عشان تكمل بعضيها لها نظرية ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا مختلفين فكان منا بعض في الدنيا فهي هو نفس الحكاية انما بيكون عندك فريق او تيم وورك لازم كل واحد يعمل حاجة عشان في الاخر خاصة حق الترجمة اللي انت عايز نظبوط وده كانت النظرية اللي احنا كنا شغالين بيها الحمد لله رب العربي كل الناس تعبت وما فيش حد يقدر ينجح لوحده خالص تماما ما فيش حد حتى لو هو حتى اكبر اكبر مكان في النادي ولو هو مش تحته ناس بتشتغل مش هينجح فلو ما كانش عندك مدير فن كويس جدا وطموح وصمم ان احنا ننجح وامن بالقضية جدا مش هننجح لو كانش عندك لعيبة فهم القضية وفهم وامن ان احنا داخلين عشان نحارب على المربع والروح الكونفدرالية ونخلق كسر ربطة فاحنا الحمد لله احنا يمكن احنا النادي الوحيد اللي خد المكاسب بتاعت الدورة كلها يعني احنا السنة دي لما تدخل المسابقة بتخسر حاجة وتعمل حاجة انا شايف ان احنا طلعنا بمركز رابع وخدنا وروحنا الهدف الرئيس ان انت تروح الكونفدرالية ده شيء مهم جدا دخلت خرقت ببطولة الرابطة وده اول بطولة الرابطة عاملاها رسمية موجودة فدخلت وخدت بطولة وزي العمال قفية اندية بقالها كتير جدا ازهرت المجموعة اللعيبة اللي عندها بشكل كبير جدا كل القيمة التسوقية بتاعت النايد ارتفعت تقريبا مية في المية فلا انت ما كسبك الحمد لله فضل ونعمة رب طيب بفضل ربنا وفضل الشغل والاخلاص في العمل لجميع الموجودين في المنظومة فده الشيء المهم جدا صحيح اللي انا بأكد عليه ان انت عمرك ما هتنجح لوحدك صحيح طيب عبد الزهر انا عايز اقلك السؤال بشكل واضح احنا خلاص خلصنا الموسم فقدر اسألك السؤال ده ما سألته لكش في ايه من داخل قبل كده فيوتشر كلاعبين وزي ما قلت من شوية اللاعبين كلهم يعني مش كلهم طبعا معظمهم في فيوتشر بقوا مطلوبين في السوق في السوق سوق الكورة وده بيحصل عشان انت عملتوا فريق محترم هل في اي لعيبة هتخرج من فيوتشر هذا الموسم ولا الباب مقفول تماما عشان ما اذكرش اسم اسم لا بص يا كريم طبعا انا في ناس تدائق جدا لما تقول لها احنا لعابتك الاهل والدمالك وكل الناس عايز لعابتك انا بفرح جدا على السكرة وده علامة نجاح مش علامة فشل او بتقلقني الموضوع ده ده بيبسطني جدا ان احنا كنا عنينا حلوة في اللعيبة وان احنا اجتهدنا وظهرنا اللعيبة ده بشكل كبير جدا لعبة كويس صحيح لكن قرار مجلس الادارة هو عدم الاستجناء عن اي قوام الاساسي من الفريق وده كان القرار اللي احنا تبلغنا به صحيح وارجعلك تاني وقول لك احنا سواءنا سواء كابتن علي مهر المدير الفني وده الاول والاخير الفني الراجل اللي هيشتغل معه ان القرار عدم الاستجناء باي حد تمام فده طلع قرار ان من مجلس الادارة ما فيش حد حيمش في المطرة اللي جاء هايل ده 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 وضيح مهم جدا احنا في عملية تطوير يعني وعشان كده بقولك ان جسم الفريق لسه مش قاول للدرجة ان هو يستمر اربع خمس سنين بنفس المستوى اللي انت بتشوفه ده فلازم عملية التطوير لزيادة وتقوية جسم الفريق مش ان ان انت تنقصه او تضعفه لا وانت كمان عندك انت عندك مفيدالية في الدور المبتاز سنة واثنين ما بقاش الاسماعيلي مثلا ما بقاش برامز ما عندكش الاسكارب بتاع برامز ما عندكش اسم زي الاتحاد او الاسماعيلي او المصري انت نادي لسه منشأ من اول سنة فانت عايز تستمر على اقل سنتين تلاتة تضع نفسك لا والمنافسة كابتن عبدالزار السنة الجاية مختلفة عن السنة انت عندك هنا بقى اكون الفيدالية افريقية فالامور مختلفة تماما تماما طبعا تلعب اربع بطولات صحية صحية طيب انا اسم واحد بس هسأله هسأل عنه عشان افهم بس وضع كريم ندفد هو العرب بتاعته ممددد ده سنة كمان مظبوط كريم ندفد يعني الكلام انه يرجع الاهلي الكلام ده مش مظبوط برضو انتم تمسكين به لا هو اريد اقولك الحاجة احنا برضو كانت اخذ قرار بمجلس الادارة ان احنا ان شاء الله بعد بكرة يوم واحد ان شاء الله بالكتير يوم اثنين هنقول الاعرات اللي جددت اللي احنا جدناها مش هنقدر نقول واحد واحد يعني ان احنا عندنا مجموعة لا يشتهن بها عشان كده يعني قررنا ان احنا نقولها كلها مرة واحدة في مؤتمر صحفي ان شاء الله الادارة نقدر في الفترة اللي جاية نعمله ان شاء الله عندنا كمان مشغولين جدا بالترتيب للسفر وانا لسه جاي من اغاندا النهاردة كنت بحضر اللي ماتش في كامبالا وحضرنا كل الامور بتاعتنا الحمد لله عشان ان شاء الله هنسافر يوم خمسة هناك عشان نلعب يوم عشرة هناك ان شاء الله الماتش الاول في كونفيدراليل ربنا معك كابتن عبد الزاهر عندك لعيبة كلها خبرات حراك خبرة كابتن علي ماير خبرة ان شاء الله كل التوفيق في الكونفيدراليل الافريقية وفي الدولة السنة اللي جاية قصة نجاح عظيمة جدا لفيوتشر هذا الموسم كابتن الكبير كابتن عبد الزاهر الساقة المدير الرياضي لنادي فيوتشر فيوتشر من نجاح المنظومة انك صعب كمان تاخد معلومة بسهولة معلومة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي مش عشان كده يعني ما طولتش في نفس الاسئلة مع الكابتن عبد الزاهر عشان أعرف حراككم عزيم سارع رحمد عاطف وبوب وكده كده كابتن عبد الزاهر هنقول نفس الإجابة مجلس الإدارة عنده مؤتمر صحفي كمان يومين هيعلم فيه كل حاجة فيعني لم نرهقه وكمان عشان نحترم النظام اللي باشي به النادي وده شيء يحسب ليهم بصراحة طيب جدور الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة قبل المباريات اللي هتقام اليوم ان شاء الله عشان نعرف مصير كل فريق نقطة بيراميز في المركز الثاني بـ 71 نقطة الآلي في المركز الثالث بـ 67 نقطة ودول ضبنوا أماكنهم أول تانية ثالث فيوتشر في المركز الرابع بـ 56 نقطة وفي المركز الخامس طلق الجيش بـ 53 نقطة فاس بكرة طلق الجيش على الإسماعيلي هيبقى 56 نقطة بنفس رصيد فيوتشر هياخد هو المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة سموحة في المركز السادس بـ 46 نقطة والبنك الأهلي في المركز السابع بـ 45 نقطة والبنك الأهلي أيضا كان الترجم بتاعه أن يوصل للمركز السادس فلو بكرة كسب هيعرف يتخط سموحها لو تعصر سموحها فارقه في المركز الثامن بـ 41 نقطة والمصر في المركز التاسع بـ 38 نقطة إمبي في المركز العاشر بـ 38 نقطة اللي بيسموها المنطقة الدافئة اللي احنا بنتكلم عنها دي نسماعيلي في المركز الـ 11 بـ 38 نقطة ويلي سراميك كليوباترة في المركز الـ 12 بـ 37 نقطة وبنفس الرصيد للتحاد السكندري في المركز الـ 13 في المركز الـ 14 المكونون العرب بـ 35 نقطة في خطر وغزل المحلة في المركز الـ 15 بـ 35 نقطة في خطر والجونة في المركز الـ 16 بـ 33 نقطة في خطر جدا استن هبط رسميا بـ 30 نقطة ومصر المقصة هبط رسميا بـ 15 نقطة نقطة وانا شرحت لكم الجونة وغز المحلة والمقاولة العرب قبل كده الجونة بكرة كسب وغز المحلة والمقاولة العرب كسب خلاص انت بتتكلم انه الجونة هو اللهابط طيب الجونة كسب والمقاولة العرب اتعادل وغز المحلة اتعادل هيبقوا كلهم 36 نقطة الجونة يهبط برضو عشان المواجهات المباشرة قدام المقاولة العرب وقدام غز المحلة مش في صالح الجونة طيب الجونة مستني يكسب واي فريق من الاتنين يخسر يعني غزة المحلة خسر أو المكونون العرب خسر في فريق فيهم هو اللي هيهبط والجونة هيستمر معنا في الدولة الممتاز في حالة الفوز غدا إن شاء الله طيب رقم عشرة عارف شوية كواليس في الخلاف الداير حول رحيل بعض اللاعبين في الأهل فيه نقاشات نقاشات مين يمشي ومين يوعد فيه ناس عايزة لعيبة تمشي وفلسطيني عايزة لعيبة تقعد تعالوا اشرح لكم تشهد الفترة الحالية في النادي الأهلي مناقشات حول شكل قائمة الفريق خلال الموسم المقبل حيث تبحث لجنة التقطيط للكرة مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأسماء التي سيتم التعاقد معها بجانب بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن النادي وهناك بعض الخلافات في وجهات النظر حول أسماء بعض الراحلين يستعرض رقم عشرة حالة كل اسم منهم أو الأسماء هو محمود كهرباء أو اللاعب في قائمة الأسماء المختلف عليها داخل النادي الأهلي حيث هناك أصوات تطالب بدفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك أو دفع جزء منها وخصمها من عقد اللاعب واستمراره مع النادي في حين يرى بعض الآخر داخل إدارة الكرة ضرورة رحيل كهرباء مبررين رأيهم بأن اللاعب لن يكون لديها أي جديد يقدمه للفريق خصوصا لأنه بعيد منذ فترة عن الملعب لعب آخر هو محمد محمود لعب خطر الوسط العائد من فترة إصابات متكررة في الفترة الماضية هناك انقسام كبير حول نصيره حيث يطالب البعض بخروجه للأعارة حتى يشارك بشكل مستمر ويستعيد مستوى ويعود مرة أخرى للفريق في حين هناك رأي آخر باستمراره مع الفريق والاستفادة منه في وسط الملعب في ظل المعاناة الحالية للفريق لعب ثالث هو علي لطفي بعد أن كان هناك اتجاه كبير لرحيله والتعاكن مع حارس آخر ظهرت بعض الأصوات في إدارة الكرب الأهل تطالب باستمراره مع محمد الشناوي ومصطفى شبير خصوصا وأنه قدم مستوى طيب حين الشارك حتى لا يدفع النادي ملايين في ضم حارس جديد في ظل مغالاة الأندية في ترك حراسها للأهل أنا رأيك كده برضو رامي ربيعا الانقسام حوله ما بين لجنة التخطيط وإدارة النادي حيث تتمسك اللجنة بالتجديد له واستمراره وتبرر ذلك بأنه أحد اللعبين الكبار بالفريق ووجوده أمر ضروري لنقل خبراته للعبين السعادين في حين تريد الإدارة رحيله والاكتفاء بما قدمه مع النادي حسام حسن المهاجم القادم من سموحه في بداية الموسم هناك حالة انقسام على فكرة استمراره في الموسم المقبل حيث يرى البعض داخل لجنة التخطيط أنه لم يحصل على فرصة حقاقية وبحاجة لله مع المجموعة الأساسية للحكم عليه في حين يرى البعض الآخر التعاقد مع مهاجم آخر وأعارة حسام حسن كنا قلنا لحضراتكم من يومين أني كابتن أحمد سامي طلبه في سرامية كلبطر محمد هاني الظاهير الأيمن تتمسك لجنة التخطيط باستمراره مع النادي في الموسم المقبل في حين كان البرتغالي ريكاردو سوارش له رأي مخالف حيث كان حديثه عن هاني غير جيد ولم يكن في صالح اللعب إلا أن اقتراب رحيل سوارش قد يدفع باستمرار هاني صراح محسن هناك اتفاق داخل النادي الأهلي على رحيله ولكن الخلاف حول طريقة الرحيل سواء إعارة أو بيع نهائي حيث يرى البعض في لجنة التخطيط أن الأفضل إعارته ويدخاله ضمن الصفقات تبادلية للنادي في حين يرى البعض الآخر ضرورة بيعه نهائيا ما استفدش بصراحة الأهلي ما استفدش من صلاح محسن وبالنسبة لمحمد هاني فالحكاية في محمد هاني أنه مفيش مفيش في السوق سوق اللاعبين سوق الانتقالات ظهير أيمن ممكن يعوض أصلا أو يعني الأهلي يعتمد عليه الفترة اللي جاي مفيش مفيش لمنتخب مصر أصلا ظهير أيمن مفيش وبالتالي طريق الأهلي الوحيد أنه ممكن يعوض به مركز ظهير أيمن ده ويجيب لعب كف لازم يكون بره مصر يدور على لعب أجنبي لو الأهلي بيفكر يدعم الجانب الأيمن بلاعب أجنبي ده مثلا غير كده يبقى محمد هاني ممكن يبقى أفضل من اللي بره أو زيهم على الأهل بس مش مش همشي ويجيب واحد ممكن يبقى زيه بالزبط ده اللي بيفكر في النادي الأهلي ده بالنسبة لنادي الأهلي بالنسبة لنادي الزمالك فهقول لحرارتكم دلوقتي قائمة لللاعبين الأقرب للرحيل في نادي الزمالك الأقرب معناها أنه مرحلوش هو ما أقرب للرحيل ولم يتخذ النادي الزمالك قرار بشأنهم حتى يزي اللحظة بشكل نهاية تعالوا نشوف مين الأسماء الأقرب للرحيل أول الأسماء هو يوسف أوباما رحب البرتغالي جوسفالدو فريرا المدير الفني برحيله في الانتقالات الصيفية إذا ما تلقى عرضا أو رغبت إدارة النادي في إدخاله ضمن صفقة تبادولية لضم لاعب آخر ماشي يوسف أوباما تاني نشوف اللي بعده إسلام جابر خلال أيام الأخيرة حصرت إدارة الكرة بالزمالك على موافقة المدير بالبرتغالي برحيله عن الفريق والموافقة على أحد العروض ألا تصل إليه سواء إعارة أو بيع نهاجي حزم إمام منح فريرا الضوء الأهضر للإدارة للنادي برحيله قبل الموسم الجديد إلا أن هناك بعض الأراء في الإدارة ترى استمراره في الموسم المقبل فقط من أجل تكريمه على أن يعلن اعتزاله بعد الموسم المقبل عمر السعيد أكد المدرب البرتغالي لإدارة الزمالك موافقته على رحيل عمر السعيد لعدم الحاجة لخدماته في الموسم المقبل وطلب من الإدارة استعادة المهاجم المعار إلى فريق سموحة مراوان حمدي محمد أشرف روقة لا يمانع شدفالد فريرا في تجديد تعاقد اللعب واستمراره في الموسم المقبل لكن الإدارة تؤجل حسم مصير لحين معرفة موقف الصفقات الجديدة حيث أنه إذا ما تم التعاقد أو تعاقد الفريق مع لاعب وسط جديد قد يرحل روقة سيف فاروق عفر طلب نادي البنك الأهلي التعاقد معه في المركات والصيف لكن إدارة لم تستقر على خروجه سواء عرق أو بيع نهاية ومن المقرر أن يتم تحديد مصيره خلال الساعات القليلة القادمة طيب دي الأسماء المتوقع رحلة من نادي الأهلي دي الأسماء المتوقع رحلها من نادي الزمالك في حكاية في حكاية حاولت مع زمالي في الإعداد نجيب لحوالكم تفاصيلها كاملة كاملة عشان في كلام يمين أوي في كلام يسار أوي فأنا نجيب لحوالكم الخلاصة بتاعة الموضوع بدأ الناس كتير أوي وإعلميين وصحفيين وناس على السوشيال ميديا كل الناس تتحدث عن رمضان صبحي قد يعود للنادي الأهلي رمضان صبحي قد يعود للنادي الأهلي إيه الحكاية إيه مصدر الحكاية كام ده إشعاعات ولا كلام بجد طب هو رمضان اللي عايز يرجع ولا الأهل اللي عايز يرجع رمضان اسمعوا الحكاية الحكاية بدأت منين بدأت من جلسة ودية قعدة ودية بين اتنين أصدقاء مجموعة أصدقاء وكان فيهم رمضان صبحي وأحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي فبيحذروا أنت مش ناوي ترجع الأهلي تاني آه طبعا أنا حب أرجع الأهلي أنا قلت أكتر من المرة أنا الأهلي في قلبي وأهلي هفضل منتميل وأنا حب أرجع النادي الأهلي طب ما ترجع الأهلي فبدأ الكلام يوصل وكأنه مفاوضات بين الأهلي ورمضان صبحي والكلام ده مش مظبوط هو الكلام الحقيقي بالتفصيل ومش معي واحدة وقت فيه اتنين أعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي حابين أنه رمضان يرجع بس بصورة معينة باعتذار بالتمهيد للجماهير وخلافه باقي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو الرقم الأكبر يعني لا رفضين الفكر طيب رمضان صبحي نفسه نفسه مش صاحب القرار هو صاحب القرار في هذا الأمر بيرامدز يعني حتى لو رمضان عايز فبيرامدز هو اللي هيقول وبرامدز لما وقع من رمضان صبحي كان موافق له على فكرة أنه يخرج بالرمص لو حاب يخرج بالرمص ده كان الاتفاق مش أنه يرجع النادي الأهلي فهل بيرامدز أصلا هيوافق؟ صعب هل رمضان صبحي يا أعتذر؟ ما عرفش هل النادي الأهلي كمجلس إدارة بالكامل هيبقى عايز رمضان صبحي يرجع الفريق؟ دلوقتي لا دلوقتي لا وأنا بقيت جدا ليه؟ عشان ما عرفش اللي في علم الغيب الموسم القادمة لكن بتكلم عن الموسم ده لا لا أليه؟ أقولك لا أليه ده اللي جاي من إدارة النادي الأهلي رأي الأغلبية لا أليه؟ أول حاجة أنه في غضب جماهيري كبير ما زال قائم على رمضان الصبح يعني أمون ما بردتش ما هديتش ده الكلام ده كان الموسم اللي فات السنة اللي فاتت طب السنة اللي فاتت كان حصل إيه؟ السنة اللي فاتت كان رمضان مشي من النادي الأهلي بعدما الأهلي استعاروا مرتين ودفع فيه فلوس كتيرة ورجعوا المستوى وكان النادي بتفوض معاه وقال له هتاخد الفوص اللي أنت عايزها والراجل راح ببراميز عشان هو كان عايز يروح ببراميز عشان كان زعلان من النادي الأهلي في حاجات هو قال في حوارات إعلامية أنه مش عايز يحكي عنها ولكن قال أنه مثلا في خسارة ساندونز اللعيبة كلها تخصم منها 10% وأنا تخصم مني سنتين فأنا مش عجبني الوضع دلوقتي في النادي الأهلي الوضع اللي ما كانش عجب رمضان الصبح في النادي الأهلي هو ما زال قائم في النادي الأهلي هو نفس مجلس الإدارة فما فيش أمور اتغيرت طيب النادي الأهلي وهو رمضان ماشي كان متضايق ومستأجد ده أنه رمضان بعد ما عامله معاه كل ده مش من النادي هل الإدارة نسيت سنة صعب صعب فدي الحكاية أنه كل القصة أنه فيه اتنين شايفين أنه رمضان ممكن يرجع في مجلس إدارة النادي الأهلي رمضان حابب يرجع النادي حابب طول الوقت يرجع النادي الأهلي يعني رمضان لو طلع دلوقتي في أحاديث إعلامية قالك لا لا ما فيش كلام من ده خالص وما فيش كلام ده حصل صح وما فيش حاجة رسمية حصلت وما فيش أصلا حوار حصل حوار جاد يعني حصل ما بين رمضان الصبح وما بين النادي الأهلي هي كلها منوشات من بعيد كده جس نبض للكل رمضان نفسه حابب النادي الأهلي طبعا واحد من أمداني النادي الأهلي وهو نفسه قال قبل كده في حوارات كتيرة أنه بيعشاء الأهلي وهيفضل يعشاءه طول عمر بيحب النادي الأهلي طبيعي منطق يعني النادي الأهلي مش هيرجع رمضان دلوقتي المعلومة اللي بقولها لك دلوقتي هي هي بنسبة 100% 100% بعده الله تهاد وتعب نحنسأل أكتر من طرف خد بالك في الأمور اللي زي دي ممكن يحصل إيه يحصل مثلا نبقى سخنين قوي ونقول لا مستحيل رمضان يا إزاي وما ينفعش ممكن الأمور تهدر بس دلوقتي قالك لا ليه لأ دلوقتي كمان الأمور في النادي الأهلي مش مستقرة 100% تبتضع على جهاز فني وبتضع على اللاعبين جماهير غاضبة على موسم مش كويس فأنت كمان مش هتزود الغضب ده أكتر بلاعب كانت الجماهير زي علانة منه فالموسم ده لا ممكن تعمل ده وانت فرحانه مبسوط يعني مثلا كسبان بطول لا بطولتين زي أفراقيا كده فدي تقول للناس تم نجيب بقى رمضان وخلاص والراجل يعتذر ويرجع تاني النادي فساعتها الجمهور ممكن يتقبل لكن دلوقتي مش هتقبل هو إدارة النادي الأهلي اللي بتقول كده مش أنا أنا بالنسبالي رأي عام مش رأي مشجع رأي عام بقى أنا مش هقول رأي مشجع الرأي العام أنه الراجل مشي بعد نهاية عقده مع النادي العام بعد نهاية الأعارة من النادي الإنجليزي فهو ما فسخش العقد إجبارا أو كهرا قدام النادي الأهلي هو عقده خلص فرح شايف العرض المناسب بالنسباله احترافية يعني بالنسبالي رمضان ما أجرمش بس الكواليس هي بقى اللي ما نعرفهاش كلنا هو إزاي الأهلي يحاول معاه للآخر وإزاي الأهلي ساعة واكتهد أنه ياخده إزاي الأهلي ساعده دي الحاجات اللي مزع على النادي الأهلي لكن الصورة العامة لو حد من بره خالص من بره مصر بس على الصورة أنتو زعينين ليه ما والراجل خلص عاده فرح نادي تاني وحاب بيرجع النادي ده تاني لما خد الفلوس اللي هو عايزها وده الاحتراف وخلافه حاجات النفسية والمعنوية والقيم والأخلاقيات وخلافه أنا بس القصة بتاعت أنه الناس تتحدث عن القيم والبدأ أنه رمضان هداء اللي بس اللي عندي فيها خلاف أنه هو الراجل خلص عاده بس بس أكيد الطريقة اللي مش بيها من النادي الأهلي هي مش طريقة لا مردية لمجلس دارة النادي الأهلي ولا مردية لجميع النادي الأهلي بس هو معالش جريمة كبرى يعني يعني مثلا يعني فيه لعبين ميشوا من النادي الأهلي وهم مفسخين عقدهم من طرف واحد دول دي مشكلة كبيرة سابوا الفريق في نص الموسم دي مشكلة كبيرة بس أنت لو بتخلص عقدك زي ما أنا قلت على فكرة أنا قلت كده على أشرف من شارع والزمالك بصراحة عمل مع أبي احترام أيضا أنه أشرف خلص عقده أشرف شارع خلص عقده مع نادي الزمالك فالجمهور اللي كان غضبان منه أو اللي زعمل منه أو حتى حد في نادي زمالك زعمل منه مش منطق إنه رجل لعب لآخر مباراة في عقده ما جاش مثلا في نص الموسم قالت طب والله أنا ماشي والله أنا كده كده عادي أخذ أخير الموسم ودوروا علي كمل نفس القصة رمضان أحمد فتحي اللعيبة اللي بتخلص عقده أنا معديش معاه مشكلة أنت حر تشوف اللي أنت عايزه وتفكر فيه في المستقبل خلاصة خلاصة بعد كل ده رمضان مش هيرجع النادي الأهلي رمضان صبح مش هيرجع النادي الأهلي الموسم ده لا أكتر من سبب لا برامد هيسيبه لا رمضان هيعتذر لا النادي الأهلي هيقبل إن رمضان ييجي دلوقتي الفريق ده ببساطة شديد عشان بقى اسمع بقى واسمع فيديوهات واسمع أخبار وقروا وعمل كل الكلام ده كل وكل واحد هيحاول يحط الاجتهاب بتاعه بس رمضان مش هيرجع الاهلي الموسم ده ونتقابل مع بداية الموسم طيب ونحن نشوف تقرير عن معسكر منتخب كرة أو معسكر كرة السلة بلا حدود أفريقيا اللي أقيم اليوم تعالوا نشوف التقرير وبعد التقرير نستقبل أستاذنا الكبير أستاذ حسن المستكاوي بعد هذا الفاصل خليكم معنا إنه ممتن ومستمتع جدا باستضافة حدث باسكتبول دون حدود هنا في القاهرة في مصر لأول مرة لعام 2022 وكما ذكر في المؤتمر الصحفي الذي عقد مسبقا أن هذه هي المرة الأولى لاستضافة رابطة كرة السلة بلا حدود بعد فترة الجائحة جائحة كورونا وإنه سعيد لوجوده في القاهرة وإنه سعيد لوجود هذا المعسكر في القاهرة وأشهدها بتجربة مصر وخبراتها في فريق كرة السلة وكذلك فإن هذه هي المرة الأولى لفريق لمبادرة كرة السلة بلا حدود في القاهرة وإنه جارب الضيافة الطيبة والكريمة لمصر وكذلك فإنه يريد أن يشكر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة وكذلك يود أن يشكر صالة حسن مصطفى وكل القائمين عليها يتمثل الهدف من مبادرة باسكتبول بلا حدود هو مساعدة الشباب ليس فقط على التطور والنمو في كرة السلة بل أيضا لكي يصبحوا قادة أفضل ومواطنين أفضل وبالتالي بنقدم لهم تدريب عالي المستوى في الباسكتبول عشان يقدر يتنفسه مع الشباب الموجودين في أنحاء القارة ويقدر يحددوا موقفهم ويتعلموا من بعضهم وفي نفس الوقت بنقدم لهم سمينورز للتنمية الزاتية والمهارات المطلوبة عشان يكونوا قادة أفضل والله إحنا شراكتنا مع البي دابي بي ابتدت من تريبا سنة المفاوضات مع البي دابي بي والحاجات أكثر من البي دابي بي إحنا نتكلم في شراكة هتكون إن شاء الله للمبي أي سكون هي أكاديمية لكرة السلة تابعة للنبي أي هنكون إحنا الشركاء فيها إن شاء الله والنبي أي جونيور بردو والنبي أي جونيور بردو هتبقى بتتعامل معه إن إحنا بتحصل طوال السنة في إزاي نحن نجيب تالنتز يكونوا ناشئين through the process بتاع النبي أي ونشوف إن إزاي نعمل ركروتين لأولاد يكونوا عندهم التالنت إن هم إزاي نقدر نكبر تالنت ده through النبي أي طبعا حتى دينا من سنة في مفاوضات معاهم والحمد لله يعني في آخر شهر أتمامنا الديل الحمد لله وإحنا مبسوطين جدا جدا بالشراكة دي لأنها تعني بالنسبة لنا أكتر بكتير من إن هي بس مجرد شراكة مع الأم بي أي والله وBWB فرصة للعيبة للناشئين الصغيرين كمانات أولاد وموجودين في كام بتحت رعاية sponsor by NBA مدربين ولعيبة في الأم بي أي طبعا إيجنت كتير بص عليهم عندهم فرصة لهم يدرسوا بره ياخدوا مدالس هذا الجماعات أنا أخد في كام بي ده وأنا صغير عن 12 سنة هو ده اللي أهن أن أكون في كام بي كمدرب أنا شايف فرصة كوائسة أول كل اللعيبة الصغيرة اللي هي تيجي تتمرن أو تيجي وموجود في كام بي زي ده بيتمانعين عليها أكتر وتبقى الناس كلها أحبت تشوفها وتفرج عليها وفرصة كوائسة أول منهم بي سافروا ويجدرسوا برده يعني الافتتاح بتاع معسكر بي دابلو بي باسكتبول ودود بوردرس أول مرة يتنظم في شمال أفريقيا ومصر والشرق الأوسط وأتمنى أنه هو يفضل في الشرق الأوسط مش عايزين هو يطلع على الشرق الأوسط بيننا وبين الدول العربية الأشقاء يعني يا ريتي كل موجودين هو معسكر باختصار بيضم أربعة وستين أو خمس وستين لعب ولعبة من أفضل العناصر والمواهب اللي تلع في القارة الحمد لله مصر عندنا سبع أربعة أولاد وثلاث بنات تبقى مجرد تدريبات ومدربين نحن عندنا خمس مدربين من الان بي ده أعلى مرة حصلت في تاريخ البي دابلو بي إن في خمس مدربين من الان بي موجودين بيتابوا على الأولاد وبيمرنوهم وبالعيون عليهم وبيحصل لهم بقى توصيات يعني بيكلموا مع بعض في أمريكا وإن في لعبة مميزة في الحلقة الكورنية بيتدوا تتابعوهم بيكون خطوة أو بداية انضمام لمدارس أو جامعات الأمريكية اللي هي الخطوة اللي بعدها الان بي هي أو جي ليج أو الدوريات الأوروبية فبالتوفيق طبعا لكل الولاد الموجودين اللي بيمصرها أفريقيا طبعا توفيق مضاعف لولادنا إن شاء الله ربنا يكرمهم ويعملوا حاجة كويسة أربع ولاد وتلات بنات أكبر عدد موجود والله عندنا أكتر كمان بس هو كل بلد بيتاخذ آه كل بلد لها كوتا فإحنا كنا أكتر بلد لها ستة وبعدين طلبوا كمان ولد سابع فإحنا أكبر عدد موجودين وأعتقد إن إحنا كان ممكن يبعى عندنا عشرة كمان لكن الحمد لله ربنا يعني الخيرة في الموجودين نكونوا على قدر المسؤولين نستفيد التعرف على كثير من اللاعبين المدربين كوتشز فرم أم بي اي حتى تعلم كثير منهم وأنا أخدت أحسن لعيب في التورة أفريقيا دعت 16 سنة ونفسي أوصل له إن شاء الله أكتسب خبرات كثيرة جدا من الكوتشز اللي وصلة كوتشز من الام بي اي و اي برو ليج ونكتسب منهم خبرات كثيرة جدا ونشوف طرق لعبة يعني طرق لعبة تانية مختلفة نفسي أوصل إن شاء الله ألعب في أمريكا أو أورسيز يعني أو كوليج وإن شاء الله نوصل الام بي اي أنا الكامبس بتاعت الام بي اي عطول بتفرق معي جدا علشان أنا منوان عندي 13 سنة سفدت لوحدي كنت برضو تابع الام بي اي والكامبس دي أنا اكسايتت إنها بقى موجودة هنا صراحة متحمسة جدا ومتحمسة أنا ألعب مع اللعيبة وبس مبسوطة جدا بقى هنا صراحة ومتحمسة جدا نعلعب طبعا عندي حاجة مختلف جدا علشان كنت أنا بسافر عطول السنغال ويعني في الدول الأفريقية عشان ييبوا هم هناك بس اللوقتي هم عندي في مصر فهدي حاجة أم براود الصراحة جدا إن دي حاجة بتقدر يعني تعملت في مصر وإن كل اللعيبة هنا في مصر ومتربين طبعا وكل كل الناس هنا دي حاجة صراحة حلوة جدا مخاطرنا طبعا أفضل أمس المصر وإن أنا أجيب بطولات إن شاء الله كتير قوي لمصر موسيقى 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 أنا الصحفي الكبير أستاذنا الكبير أستاذ حسن المستكاودي في هذه الفكرة حسن دايما وحشني ودايما بتشرب الله خليك يا كريم شكرا كريم برا حضرتك إيه حمد لله كله كويس؟ حمد لله الدوري خلس؟ لا لسه؟ فاضل له كام ساعة؟ آه فاضل له كام ساعة؟ ولا أنت حاس ما ممكن يتأجله؟ لا ما ممكن يتأجله يعني أنت عايز تتطمن أكتر اه احنا يعني 8-10 شهور او حلوين اه مشان نبقى اكتر من كده اه الدوري السنة دي فيه كثير من السلبيات اه وانا بصراحة اقول تبدأ الحلقة النهاردة بشيء من اللطافة وادور على ايجابيات هلك شفت ايجابيات السنة دي طيب بص اه الاول اه بص المسألة النسبية اه يعني هما دي جي تتكلم عالدوري المصري اه وهم الناس والجمهور ساعات يقولك ايه يا عم انتو بتتكلموا على الدوري المصري ايه بتتكلموا على الدوري المصري ده هيدي كورة دوري الانجليزي اه دوري الانجليزي اه طب ما يبقى كده بقى هنتكلم في حاجات تانية يعني المهندس هيبص للمهندسين الدكتور هيبص لدكاترا صح مش عارف مين هيبص لمين صح فيعني يعني بقى لا لكن خليها نسبيا نسبيا احنا دوري كويس دوري يعني نسبيا عشان في كلامي انا قلت تحسن اعيدها تاني نسبيا كمان نسبيا يعني الناس تخبرها من حكات النسبية دي التصوير كان زي من اربع سنين من خمس سنين من عشر سنين من عشرين سنة من تلاتين سنة وحصل ايه في التصوير لا اقارنه بالتصوير في البريمير ليج صح لا اقارن الفار اللي ليه تسعة وتلاتين كاميرا لوحده غير كاميرات النقل في البريمير ليج لكن ده في الحد كمان في اخر سنة اخصوصا السنة دي التصوير بقى احسن كتير شوف اللعبات اللي بتتعايت شوف اللي سلو موشن بتاعها شوف ده هتلاقي فيه تطور دي النسبية صح لكن هنقعد نقول بها اصل انجليز واصل كذا اصل كذا لا ادي حاجة تانية تعالي فارس حسن انا اسف للمقاطعة بس حتى في انجلترا بينتقدوا الدول الانجليزي بالمقارنة بالاخراج والتصوير باللي بيحصل في الدول الاسباني يعني دول الاسباني رقم واحد في العالم دلوقتي بالنسبة للتصوير الاخراج بس بتكلم انه حتى في الدول الانجليزي بس دول يكرنوا بعض مفهومة لكن احنا ما نخشش في المقارنة دي يعني في المقارنة الانجليز عاملين 5 مليار جنيه سترليني ايرادات في 3 سنين واحنا لا يمكن يكون عملنا انديتنا 5 مليار جنيه مصري في 200 سنة يعني يعني صح يعني يعني هنا بقى النسبية لا لا احنا خلينا وقعين انه انه الانديا في مصر كلها بيما فيهم الانديا الكبيرة الاهلي والزمالك هما بيخرجوا الميزانية بتاعتهم فيها خسائل في كرة القدم يعني مطلعش كسبانين يعني حتى اقبل الانديا مطلعش كسبان مطلعش انت الانديا التانية طبعا فدي دي كلها يعني حاجات نسبيا في حاجات احنا اتطورنا فيها وبينا احسن مطشطنا حتى يعني لما كنت برجع الموسم مثلا انا قلت اه ده في حوالي 30 مباراة حلوة فيها ندية فيها اهداف وخلي بالك ان المباراة الحلوة مش شرط تبقى فيها اهداف يعني مش شرط تبقى خمسة وستة ممكن تبقى مباراة مسيرة في احداثها ماليفربول كسب تسعة هل انت استمتعت لا طبعا مباراة من طرف واحد مطش مملة يعني مطش تهريج تمرين لكن لما تبقى مباراة فيها ندية تبقى حلوة وفيه كمان فرق تانية غير الاهلي والزمالك بتناطح الاهلي والزمالك وتبقى ند للاهلي والزمالك وممكن تبقى فيها مفاجآت يعني احنا عدنا سنين طويلة قبل ما الاهلي يلعب يا طرى الاهلي هيكسب كامل دلوقتي في السنين الأخيرة النتيجة تبقى يا طرى الاهلي هيكسب يا طرى يعني المساءل بتتغير صحيح انه على ذكر الكلام حضرتك انه دلوقتي مثلا لما كان الاهلي هيلاعي فيوتشر بقت مباراة كبيرة بيراميدي مباراة كبيرة الزمالك فيوتشر كبيرة الأندية كمان يعني مثلا نادي زي طراء الجيش بقيت مباراة مش معروفة نتكده والتليلين مباراة الاهلي الأخيرة طراء الجيش بيكسب زمان زي ما حالك قلت انه احنا بنقول الأندية هتلاق قدام الاهلي والزمالك هتدفع بكم واحد دلوقتي بقى فين الداية أكتر بشكل كبير هتغيرت المسألة طيب من الحاجات اللي يمكن ممكن نطلع منها إجابيا كمان انه ظهر كم لاعب ممكن نقول عليه هم كويسين حسيت بكده ولا محسيتش يعني في الأندية مختلفة محسيتش بص أنا يعني ساعت بيباني ان أنا يعني ما بخدش الكلام مش عايز حتة لطيفة أنا هقول الواقع لا يعني الواقع بالنسبالي شدي حسين كويس قوي لعيب ظهر لكنه ليس لعيب سوبر يعني يعني بلاتي توري لعيب سوبر بالنسبة للدور المصري صحية زيزو زيزو طبعا زيزو أحسن لعيب السيزون ده يعني يعني في لعيبة هتشور عليهم عشان أداءهم في طول الموسم عشان بيلعب في الأهل أو الزمالك بص بواطب وضوح اللعيب اللي بيتقلق أو بيلعب بأميس الأهل أو الزمالك ويظهر بدغوط الأهل والزمالك ضغوط بقى الجمهور والسوشيال ميديا والناس اللي مش بيعجبها حاجة والناس اللي مش عارف ايه والناس اللي بتقارن بين الأهل والزمالك ده ممكن وينجح يعني ده يبقى لعيب ممكن تشاور عليه وتقول ده كويس يعني صحيح لكن طب ما يعني فيه لعيب يلعب في المقاصة ويتقلق فيروح لنادي ثاني زي الأهل مثلا زي الشيخ أحمد الشيخ ما تبقاش ما ينجحش زي ما نجح في المقاصة لأن الناس مش واخدها بالها انت بتلعب مع المقاصة مع انبي مع سموحة مع طلق على الجيش مع فرق كتير غير ما تلعب مع الأهل والزمالك حيح لأن اللي بيلعب قدام انبي أو سموحة أو كذا أو كذا غير اللي بيلعب قدام الأهل والزمالك اللي بيلعب قدام للأهل والزمالك بيحاول أولا بيبقى مطش السيزن بالنسبة له بالنسبة للعيبة والمدرب والنادي وكمان طريقة اللعبة والدفاع والتكتل والزحمة والتاكلينج وأهمية المباراة عند اللعيب بتاع النادي ده غير لما يلعب ما تلعب هزيل لندها مع بعضها فشادي ممكن يتقلق مع ناديه والشيخ كانت أحمد شيخ تقلق مع المقص وهكذا لكن تيجي مع الله في الزمالك المسائل بتختلف هنا لازم تقيم وأنا حسألك أنت سؤال هو قولي خمس لعيبة سوبر في الدولة المصريين سوبر مش أجانب لأن حتلاقي منهم ثلاثة أجانب مثلا أو أربعة تصور يعني أربعة تشعر لهم إسحاقه إسحاقه إسحاق يعقوب إسحاق يعقوب بتاع البنك الأهلي بنك الأهلي جونسون و بلاتي توريك هذه أربعة حط عليهم كمان أربعة أو خمسة مصريين سوبر هذه عشرة منهم خمسة مصريين و خمسة أجانب أو أربعة أجانب من كام؟ من خمسمائة لاعب تقريبا تقريبا يعني أضرب مش عارف ثلاثين في تمنتاشر مش عارف كام أنا وحش في حساب لا لا خمسمائة لاعب خمسمائة و شوية يعني خمسمائة و أربعين طيب تكلم على لعيب سوبر و إحنا عملين نقول أندياتنا إحنا هنجيب اللعيب أفريقي السوبر يعني من ساعة كوارشي و فلابيو و فليكس و الناس دي اللعيب الأفريقي السوبر أنا مش فيهوش لغادي الوقت إلا طبعا الأربعة أو الخمسة اللي نترك اللعيبة الأفريقي العرب لزي مثلا علي معلول و أشرف بن شارئ و فرياني سياسي بن شارئ طبعا هاي علي معلول طبعا هاي يعني دول من نجوم المسلم صحيح إنما إنما يعني إنما يعني الإبقائين لا يعني في الكürlich تلعب عرب أكويسين بس في السوبر يعني بن شارئ يتقول علي لعيب سوبر في الدوري المصري علي معلول لعيب سوبر في الدوري المصري فيه لعيبة تانيين عرب موجودين لغاستم السوبر ما هو مش شرط يعني يعني التقييم لازم يبقى مش بالعواطف مش بالهوى اللي هو مش لعب مطشين حلوين ثلاثة اربعة بقى لعب عظيم هو ممكن يبقى لعب جيد بس مش لعب سوء مش برش يتاول اللي لعب اول مطش جاب جنين فالناس انبهرت وبعدين ظلت تنتظر هذا الانبار ان يتكرر ما تكررش انا كنت جايلك على الاهلي خلاص نخش على الاهلي لا زي ما انت عايز لا نخش على الاهلي الاهلي من كم يوم كده قلت انه الاهلي مش في كارسة ممكن نقول انه الاهلي فوعكة ممكن انه الاهلي خسر الموسم دوت خسر دولي وخسر بطولة افراقيا بس الاهلي كفريق هو وصل النهاية افراقيا وصل النهاية يعني وصل كان بنفس الدولي في اخر اللحظات وصل النهاية كاس مصر الناس برضو حاسة انه الاهلي في كارسة كبيرة وانه في ازمة كبيرة هل حالك شاف ان الاهلي في ازمة كبيرة لا بص يعني الأهلي مر بالظرف ده عدة مرات لكنها عدة مرات قليلة في مئة سنة ما هياش كثيرة يعني صحيح ده نمرت واحد نمرت اتنين الأهلي مش في كارسة لما تبصت لقيه في سنة ونص سنتين واخد ست بطولات أما اللي واخد بطولة في مئة سنة يعمل اين صحيح ده نقادي تاني يعني طب إذا مالك واخد نص بطولات الأهلي طب يعمل ايه يعني 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 خلينا بس أنا بتكلم بالمقارنة حيط بصرقة هذه قصة أهلوية شوف أنا بتكلمك دوغري أهلوية قولك يا زمالك خد الدوري بالحكام أهيوة لا لا الزمالك خد الدوري بالكورة صحيح شكرا أفضل ولما كان جمهور الزمالك ومنصات زمالكوية بتقول ده الأهلي نادي الدولة ونادي بياخد بطولات بالتحكيم بقالوا 50 سنة أنا كنت برد وموجودة في اليوتيوب طبعا ما فيش فريق بكتبها كمان يعني ما فيش فريق ياخد 130 بطولة أو 140 بطولة بالحكام ما بيحصلش يعني دي حجة أنا ما بحبش الحجة وتحديد الدوري عوز حسن الدوري تحديدا عكس بطولات الكاس الدوري مستحيل حد ياخده بالتحكيم يعني ممكن الحاكم لو أنصفك في المباراة فأنت عندك مباراة كاسية لازم تكسبها كمان حنعترف بقى عشان بس بما أننا عادينا لوحدين وما حد ياخد بالهم يلا يلا عادينا وما حدش حاسبين الحكام على مدى تاريخ الكرة في مصر بيجاملوا الأهل والزمالك بوضوح وانتهى الزمن بتاع حسين إمام وعلي أنديل ومصطفى كامل منصور يعني انتهى الزمن ده طبعا فيه شباب كتير ما يعرفش الأسماء دي حسين إمام عم حمدى إمام بيحكم مطش أهل والزمالك وحمدى إمام بيلعب حتى قال ده زمالكاوي ده مش عارف إيه كابت اللطيف قاعد يزيع مطشط أهل والزمالك طول عمره طول ما وهو زمالكاوي ولعب في الزمالك وداري في الزمالك وحكم دولي صح الله لغاية ما بزت الحكاية ما إحنا قررنا نبوازها بأن إحنا جيبنا لأ حكم محايد مسكندرية مع تأديري للجميع لكن إحنا ليه ما سبناش الناس هي الناس تبقى بالكفاءة تبقى بالاحترافية ليه عملنا التصنيف ليه شككنا تسببنا في أن إحنا نصدر الشك إلى جمهور الأهل والزمالك في الحكام بتاعتنا اللي عمل كده هو ده مش مديق مش عارف يدير هو لقى في مشكلة حصلت في مئة عقب سنة ستة وستين أو حصلت مشكلة مش عارفين فرحناق المطشط من الأهل والزمالك في الملعبين تروح الأستاذ حصلت مشكلة في الأستاذ سنة واحد والسبعين فقالك لقى بقى احنا نجيب حكم من بره حكم أجنبي صدرنا احنا الحكاية صدرنا كان حسين أمام بيحكم للأهل والزمالك وهو عم حمد أمام يعني يعني وأخو يحي الحرية أمام ومحدش بيشاكك ومحدش بيقول ومحدش بيشاكك ولا حد كان بيشاكك وكنا بنقول عليه يعني أبويا كمصاميه الإمبراطور يعني بقراراته الصارمة والحاسمة في نقطة في منتلق بها ده بحرك فتحت السكة دي فتحت كذا سكة لا دي سكة عظيمة عوز حسن من كام يوم كده كنت بتفرج على عرف ما سبيرو زمان كانو عظيمة جدا متشوف فيها حاجات قديمة عظيمة تفرج على البرامج الرياضية والناس في البرامج الرياضية بتحذر مع بعض انت أهلا يا عوز حسن وأنا زمال كاو طب يا ربي زمال كاو طب يا ربي الأهلي يكسب والناس قاعدة في الاستوديو بتتحك والمشاهدين وقتها كانوا بيتحكوا احنا هنا بقى وصلنا المرحلة انه لو حراك قلت اي كلمة اي جملة اي الحق ده قصد يوقع ايه الحق ده قصد يعمل انت ازاي بتقول انك أهلي انت ازاي تقول انك زمال كاو انت ازاي تعمل يبقى لعيب طالع أهلي يعني لعيب سابق في الأهلي طالع في التلفزيون يقول له طالع متعصب أولي الأهلي يعني هو طبيعي لعيب الأهلي يقول له أهلي لعيب الزمال كالزمال في حساسيات زيادة أوس حسن طبعا حساسيات كبيرة جدا وعايز أقول لك وقعة موجودة برضو من التلفزيون المصري في لعيبة كتير أولي أصدقائي أصدقائي من زمان يعني حتى قبل ما اشتغل بحكم ان والدي كان بيشتغل في المهنة دي وكانوا بيبقوا في بيتنا كابتن حسن شحاتة فاروق جعفر محمود الخطيب محمود الخطيب عشرة عمر من هو لعيب إلى هذا اليوم طبعا ويعني مش حزايد يعني محمود عارف كابتن محمود الخطيب عارف احنا أصدقاء وأصحاب ازاي بس مش معنا ان احنا أصحاب أنا يعني بسبب هذه الصحبية مش مش أمين حتى مع الناس اللي أنا بتكلم عليها يعني اليوم ما اعتزل أنا اتأثرت جدا طبعا واتضيقت بس في برنامج حق الجماهير وهو موجود على صفحتي وموجود على على اليوتيوب على اليوتيوب موجود يعني اللي عايز يشوفه يعني اللي هو يعني عز لعيب كرة عندي محمود الخطيب وإحنا قاعدين كلنا أنا الوحيد اللي قالوا انت قررك بالاعتزال صح لازم تعتزل لهو زعل ولا حد من جمهور الأهلي قال لي انت زي تقول لي محمود الخطيب معني في ناس جنبي قالوا لا تلسه تقعد تلعب يعني سنين يعني 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 زمن مختلف تماما صح دلوقتي ان لو انتقبت حاجة عند محمود الخطيب مثلا يعني أبانا ضد محمود الخطيب مين قال كده بقول لهو يا خمانة ده ده عشو ملح احنا عشرة عمر يعني 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 صديق مش مش مجرد علاقة صحفي برئيس نادي او بلاعب كورة كمان وحتى لو كده وحتى لو كده يعني المسألة دي يعني معادية يعني صح عادي لحوك الحاجلاتي قلت بس زيزو أفضل لعب في مصر تلاقينا حال تانية انا انا قلت ما قلت ان زيزو أحسن لعب في مصر اه قال لك ده زمن كاوي يا عمي هو ايه وانا لما قلت الحقيقة لازم اتصنف بالضبط كده تم انا قلت ان الاهل نادي عظيم ونادي كذا وعمل كذا ليه ليه حالك قلت ان الزمالك السنان دي ماكسبش الدوري بمساعدة التحكيم وقلت قبل كده ان الاهل لم يفز بالدوري بمساعدة التحكيم طبعا لا الزمالك أحسن في الرقى السنان دي صح يعني الزمالك بPLاعب ده الزمالك عمل ماتش مع پيريمتز وعمل ماتش مع الاهل يعني تكتيكيا مطشط كبيرة جدا يعني صحيح ليه أفطس الزمالك عشان أرضي جمهور الأهلي طب وليه أفطس الأهلي عشان أرضي جمهور الزمالك صحيح أنا شغلتي أن أنا أقول للناس اللي أنا شايفهم وعليك شوف اللي أنت عايزه يعني أنت كمشجع أنت ما تحبش غير فريقك ولا عيبة فريقك ده طبيعي ده طبيعي لكن ما تصنفنيش أنا معك ولا ضدك لمجرد رأيي أنا قلته وقد يكون أنا على خطأ أنا شايف النزيزه والأهلوية شايفيني النزيزه أحسن لعيف السنة صحيح بقول لك أوقت الأهلوية كمان لكن لو أنت مش شايف النزيزه أحسن لعيف السنة ما فيش مانع أنت حر أنا لم أسيء ليك ولم أسيء لأي لعيف ندي الأهلي هو أنا لما أقول ما لازم فيه واحد أول وثاني وثالث لكن ما فيش حاجة اسمها أول وأول 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 واول واول خمسة اوائل دي مش بتحصل صح إلا عندنا صح احنا كلنا اوائل ايوه ممش حد تاني وفي جملة شهيرة اللي هو ايه لو حلقت رأت النهار ده قلت يا جماعة الاهلي عظيم فانت لازم تكمل الجملة زي ما الزمالك عظيم برضو ايو طب انا بتكلم عن الاهلي دلوقتي ايو طب فانا قلت الاهلي عظيم عشان بتكلم عن الاهلي فده مش معناه ان الزمالك مش عظيم ولعكس صحيح يعني بولي الزمالك عظيم مش معناه انه مش الاهلي الاهلي سنة ستة في الستينات الستينات دي حنخليها من سنة ستين الى سبعة وستين مهم كملتش يعني عشان الحرب وما كملتش الاهلي دخلوا كله الحربية في معسكر بوامر من المشير عبد الحكيم عامر دي اوامر من المشير عبد الحكيم عامر يستحاد الكورة والزمالكاوي يعني بيحب الزمالك الاهلي الاهلي في انهيار ليه عشان الدوري طار منه في الستينادي في الست سنين دول ست مرات او خمس مرات هو خده مراتين وخد كاس مصر مرة انما الاهلي بعد الفترة دي اللي بتعتبر من اسوأ الفترات في تاريخ النادي الاهلي لان الدوري راح منه خمس مرات يعني راح للزاملك مرتين والاسماعيلي ومش عارف الوليمبي والترسانة صحية اخد الدوري سبع مرات وربعات ثمان مرات في السبعينات الاهلي في التسعينات او يغيب عنده الدوري مرتين بعدين ياخده خمس ست مرات الاهلي النادي الوحيد اللي عمل ثلاث سبعات تقريبا صحية سبعات وربعات الدوري الدوري يبقى سبع مرات وربعات صحية وبعدين خمسات بقى وربعات 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 وكلام من ده طب انا اللي اقول الكلام ده أبقى أهلاوي ولا أنا بقول حاجة حصلت يعني مش بختارع يعني أنتوا شايفينه أنتوا كمان الناس شايفينه أنا سمع بقى حد داتي يقولك لا حبيبي بالتحكيم يا سلام هياخد الدولي سبعة مرات بالتحكيم وهياخده 42 مرة بالتحكيم وهياخد بطراطي كلها بالتحكيم ليه ليه يعني أكيد أكيد في حكم من ناحية التانية إذا كان كده بقى يبقى حضرتك خدت بطلاط نص البطلاط بتاعتك خدتها بالتحكيم وفي الحالة دي الحزبة مش تبقى كويسة فهي لكده ولا كده لا لكده ولا كده يعني يا جماعة بطلوا بقى بطلوا بطلوا تشويه للرياضة وتشويه للكورة والبهجة والجمال والمتعة وهي دي يعني زي ما أنت بتقول كنتمتشاط الأهلي والزمالك تخلص من هنا ننزل للشارع نقعد نهزر مع بعض أهلوية وزمالكوية وأنا طبعا كنت حكم مع بعض يعني طبعا عادي يعني بأيزار يعني من كام يوم كتبت تويتا مش عقف حاجة شفتها ولا أنه قلت أنه فريرة مهم الكرة ما صارت استفيد من مبدارب زي فريرة زي ما نستفيد من أجالب كتير مفهوض نستفيد منهم من استفادة الكسوة الرجل ده ييجي يتعمل له سيش يعني الناس تدرس معي مداربين صغيرين اشتهلوا معي وكاتبت تويتا كده يعني عشان أنا بس كان تصوري كده في كيروش وكان تصوري كده في منوي جوزي الأسماء الكبال عندها خبرات هب فجأة لقيت الدنيا قامت علي وانت ما قلتش كده ليه على موسيمانش طبعا يا جماعة الراجل ده أكاديمي أصلا ده راجل بيدرس هو راجل أساسا بيدرس وخبراته أكبر أكيد من موسيمان فحجم من السنين فتحطت المقارنة على طول وانت ما حطتهاش يعني انت ما قلتش مثلا ان فريرة أحسن من موسيماني طبع بص فريرة مثلا مثلا مدرب ما عندوش فكرة عن الكورة بس من يوم ما جيه أربعة مارس للزمالك واللي عملوا مع الزمالك والكورة اللي لابنة للزمالك يقول على المدرب ده السنة دي النهاردة عبقاري عبقاري هايل ماشي أقول عليهم ما بيفهمش أقول عليهم ما ينفعش لا بصوا لمسات الزمالك شوف الزمالك لعب إزاي شوف الزمالك أداءه الجماعي تطور إزاي وتبقى من الظروف كمان شوف الزمالك الزمن الفردية في وجود بن شرقي المبدع اتغير مع فريرة ومع الفرقة اللي لعبت معاه بقى أداء جماعي جميل وتكتكيا على أعلى مستوى صحيح نسبيا ما بقولش ليفربول لكن مقارنة بالحالة بتاعة الدوري المصري كله عقول عليه وحش لا مسماني لما جاه أنا شفت إن ده قرار ما عملوش اللي ندي الأهلي فيه مخاطرة كبيرة وشجاعة طبعا ورؤية ومبادرة صحيح ما عملش ده للأهلي إنك تجيب مدرب من جنوب أفريقيا تخليه يمسك الفريق بتاعك قياسا على تجربه مع فرق معاه صحيح مسماني جاب كم بطولها لنادي الأهلي طبعا بالجملة كم اتنين أفريقيا واتنين برونزكس جاب بطولها جاب بطولها طبعا أداء النادي الأهلي تراجع في النص الثاني أو يعني في السنة الأخيرة في مجود مسماني وأداء النادي الأهلي دارة المباراة إذا كان الفرقة بتعاني من الإجهاد أنا بقول هذا جزء يتحمل مسئليته مسماني هنا مسماني يلام على بعض الصغارات وبعض السلبيات في إقدارته لكرة الخدم في النادي الأهلي في الوقت ده صح طبعا ده شيء طبيعي صحيح هو ميرينيو مش بيعد عندي ناس بتشوفنا دلوقتي واحد من أعظم المداربين في العالم بالنسبة لي أعظم بالنسبة لك أنت كمان بالنسبة لي أنا مش أعظم طبعا أسيكورة لأن الراجل ده بقى واخد بطولة أوروبية مش عارف أربعة دول ولا خمس دول مع بورتو مع انتر يعني دولة أوروبا الواحدة غريت دوليات المحلية واخد بطولات أوروبية مع كذا نادي وهو مدرب كبير لكن أنا مش باكرنه بجوارديو ولا باكرنه بيورجون كلوب لأن أنا فلسفتي مش فلسفتي يعني حب الكورة بيقوم على فكرة الإبداع أنت كل ما مدرب بيعمل إبداع ويعمل حاجة حلوة وعلى فكرة في التاريخ مش أنا اللي بقول أعظم خمس مدربين هم المبدعين من أول ميكلز مدرب باياكس ومهولندا ليورجون كلوب لأساكي لجوارديولا يعني طبعا يعني أنا بحب الإبداع والناس العالم كله بيقدر هذا الإبداع أنا عايز أسألك في النادي الأهلي تحديدا أهلي كلاعبين كتشكيلة وكهوام للفريق الناس بتسأل عن تدائمات كثيرة ولعبين رحلين كسر وجهاز فني اللي هو سوارش الأول سوارش بالنسبة لحردك سوارش ظلم ولا سوارش مداش الأمارات هو لعب أنا بس الأرقام مش معايا يعني لك أنا أعتقد أنه لعب 15 مباراة 15 مباراة متوسط خسر 3 وتعادل تعادل كتير تعادل كتير تعادل كتير سيبك من ده سيبك من الأحصائية سيبك من الأرقام يعني صحيح هو استلم فرقة مجهدة واللي اتعمل صح أنه قعد الأساسيين وإلا ده مش هينفع خلص الناس دي تستمر السنة الجاية كمان صحيح لكن رغم أنه لعب ناشئين وأنا معترض على فكرة أنه هم أخذوا فرصة لأنه ما بيش حاجة اسمها ثمن ناشئين أو ثمن يا شباب جداد في المباراة واحدة يبقوا بيأخذوا فرصة لأنه أنا قلت أن التمانية دول لو بلعبوا بسنهم في فرقتهم يعني هلعبوا كرة أحسن من اللي لعبوها في الدولة الممتاز لأن أنت عشان تعمل دعم للشباب بالشباب تختبر تلاتة وسط تمانية على طولة تختبر اتنين وسط تسعة لكن ما تختبرش تمانية مرة واحدة صحيح بجانب أنك أنت مجهزتهمش دواء نفسيا ومعنويا يعني أنا بقلوم سوارش أنه الفرقة اللعب الديح حتى كمان ما الأهل لعب ماتشاط بناشيئ بس ماتشاط روف كسر لبطة وأقدم مورد كويس لا لعب كمان ماتشاط كبيرة في دوري زي 85 لما وقف تم إقاف 16 لعب بنادي الأهل من القبار صحيح ولعب بمجموعة ناشيئين وكذبوا الزمالك صحيح ولعب أيام سيسو السايس وغريعه وعلوي مطر ومش عارفين بناشيئين أو شباب ماتش قدام الزمالك وكذبوا فممكن قوي تلعب ماتشاط قدام فريق كبير بس إيه ده ماتش أو ماتشين مدعمين بالأساسيين يعني ده دعم تلاتة أو أربعة دعم إنفاش تمانية مرة واحدة تقولي أنه هو ده يبقى أنت مش بتجربهم ما تظلمهمش كده بتحرقهم ده كده بتحرقهم وديهم فرصة تانية أنا شايف أن التمانية اللي لعبوا كلهم يصلحوا للدولة الممتاز للفرسطين كلهم حقيقة الناس تقولك مش عارف زياد ومش عارف أحمسات غريب ومش عارف مين محمد عشر لأ أنا محمد أشرف ولا أحمد أشرف أنا رأيي أنا يعني أن دول كلهم لازم يخدوا فرص وكويسين وحيطلع منهم حاج زي ما يسمى ملك عمل أنت عملت اخترتهم وكنت مضطر طبعا لكن اخترت وعوضت غياب الثلاثة أو الأربعة النجوم الكبار جدا اللي فرقتك مفهوم قرار رحيل سوارش قرار صحيح والله خاطئ آه لأن يعني أنا شبت شوية أخطاء هو طبعا يعني أكيد معصور شوية لكن في حاجات لازم تبعين ما تلعبليش خمسة ثلاثة اتنين أو يعني تبتدي مطشك بأنك حريص جدا أنك ما تتغلبش تلاقي في الخمسة في دفاع الأهلي صح الأهلي فرقة لازم تهاجم لازم الشخصية باعت الأهلي أنت كمان كمدرد تبقى فاهمها وعرفها وشفت الأهلي وعرف الأهلي هو مش عارف الأهلي هو الحقيقة يعني جاي يعني ما عندوش فكرة مين الأهلي ده اختار كان خاطئ آه كان خاطئ آه طبعا طب شمعنا فييلر كان صح ما كانش عندو سيفي وده ما عندوش سيفي فييلر ما كانش سيفي بس كان درب اندلغت يعني فرقة كبيرة مرة مثلا مرة يعني يعني سوريش ما دربش فرقة كبيرة بسنه أصغر كمان فييلر كان أصغر لكن فييلر ساب أصر بالضبط ساب أصر تغير بعض اللعيبة صحيح قدر يعالج بسرعة شوية حاجات عملها بس ده ما فيش حد من نيابة الأهلي تقدر تقول انه غيرك منه أو غير من طريقته أو طور من أداءه ده بالعكس ده عمال يجرب ويطلع فلان ويحط فلان حتى في الأساسيين اللي كانوا يبلعبوا يعني بشكل مش دائم لكن كانوا فرصة انهم ياخدوا تجارب ياخدوا تجارب في الفترة دي صحيح ما عملش ده يعني حسيت ان هو مش من أهم الملاحظات أنه لم يعد هؤلاء الشباب معنويا عشان يطلعوا عندهم أحسن كورة وأخوة كورة في مباريات بلا دوافع يعني فيه دافع واحد بس انك انت الأهلي وانه ده قميسي النادي الأهلي وانك شخصية الأهلي لازم تباني لازم تكسبه لا لا أخ ده متشاط اللعبها بالشباب بالعافية يعني الشباب ده يعني بصراحة بيجروا ورا كورة 3-4 متشاط دي مسئولية المدرب مفيش مدري بيسيب فرقته تجروا ورا كورة مش عارفين يلاقي كورة وده ظلم ليهم طيب كالوس كروش من الأسماء المرشحة لتدريب النادي الأهلي تدعم الفكرة دي ولا ما تدعماش أدعمها بشرط ما لنقباش أعتقد أنه مش أعمل كما فعل مع المنتخب يعني هو مع المنتخب شايف أن المنتخب مقارنة باستنغال يلعب بالطريقة دي عشان يعيش مقارنة مش عارف إيه يلعب بالطريقة دي عشان يعيش كود باروس وكاميرون لكن لو كان الأستاذ كروش هيجي عشان الأهلي يلعب بالطريقة دي لا ما ينفعش الأهلي فرقة بتلعب كورة حلوة أحسن فريق بيلعب كورة جامعية على مدى سنين و أنا قلت قبل كده و بقولها تاني يوم حسام البدري خد الدوري مع الأهلي كان الأهلي أحسن فرقة بتلعب كورة جامعية و عشان كده خد الدوري لما كنت تلاقي وليد سلمان في الثمنتشر بيدافع وتلاقي مش عارف مين في الثمنتشر بيدافع وبعدين في لحظة ما هم الاثنين قدام بيهاجموا وهكذا صحيح بص حيجي يبقى لازم يفهم أن الأهلي ده هو فريق بيلعب كورة عشان يكسب كل المباراة و بيخد كل بطولة عشان يحاول يكسبها صحيح سوى حسن في دايما حقيقة بتألف مع كل الموشي منتقالات حاجة نوعد كلنا ندور عليها و نلف حواليها الآن الجميع تحدثون عن فكرة أنه رمضان الصبح ممكن يرجع الناجي الأهلي رأيك إيه في الفكرة طيب أنا ما بغيرش رأيي أنا قلت رأيي لما رمضان الصبح و كل جمهور الأهلي كان بيهاجمه أنه راح بيراملس هو حر هو حر أنا لنته على حاجة تانية على كلامه تصريحه من حق أي إنسان أنه يترك أي مكان بيشتغل فيه و يروح مكان تاني من وجهة نظره هذا المكان ماديا أحسن لكن ما تقول ليش أن هذا المكان و هذا الكيان في كرة القدم يحقق طموحك أكتر من نادي الأهلي و برضه تاني وأنا بقولها كتير جدا والله يعني أنا ما بطلبش من حد حاجة أنا بعملهاش أنا سيت مرتب كبير و رحت عشان مرتب صغير بس أنا حبيت الكيان يعني الكيان كان عندي أهم من المرتب الكبير أختصرها من الفلوس بأرقام يعني أنا ممكن أقوله أرقام لكن ما فيش دا عشان الناس هتدحك يعني أصلا بيتكلم على فلوسه بس الناس هتدحك يعني لكن في النهاية سبت مرتب رحت مكان مرتب فيه أقل بخمس أضعاف المرتب لكتبغده بس أنا رحت كيان كيان ضخم و كيان كبير للأهلي مش أنا اللي رحت للأهلي يعني لكن في الصحافة آمين لو حرك صاحب لو حرك صاحب قرار في النادي الأهلي دلوقتي وكان الأمور متاحة بينما متزم موافق واللعب موافق والنادي يعني تاخد قرار بعودة رمضان ولا لا بلية مواقف حتى يعني مع لعيبة في ظروف كنت أنا صاحب قرار فيها ولما يعني قراري لم يؤخذ بي أنا قلت أنا مليش دعب كرة خالص يعني في لعيبة بتمشي من مكان لأسباب مش 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 مقبولة يعني 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 فيها كده مش عايز أقول تعبير قاسي شوية لكن يعني لا مش مضبوطة يعني يعني مش عشان لفلوس لا يعني فجأة كده تلاقي اللعيب ده بيقولك لا أنا رحت ضمضيت مع فرقة تانية وإنت أبني النادي يعني ليه يعني ف لأ اللي بيمشي بالطريقة دي ما يرجعش ما يرجعش اللي بيمشي بالطريقة اللي هو يعني 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 لو كان رمضان مشي من أهلي ومقالش الكلمتين اللي قالهم كان قرر يبقى بتاع النادي الأهلي أوكي ما فيش مانع يعني هو حر يعني لكن أنا عطلط يومها قلت من حقه يمشي أي إنسان طبعا وأي إنسان من اللي انتقده والهزقه والهجمه والأسائل ممكن لو في موقف يعمله زي لا يعني في أقل من موقف ممكن يعمله زي أي إنسان بيجي له عرض أحسن من شركة لكن مش كل الناس كل الناس بتقيم الكيان انت عايز تنجح واللي عايز فلوس القيمة القيم في الحياة تنين قيمة المادية الفلوس والقيمة المعنوية والأدبية النجاح انت عايز تنجح أنا عايز أن نجح أضحي بالفلوس بس على فكرة لما تبقى بيختار النجاح والقيمة الكيان الكبير يعني الفلوس حتجي لك كده كده جاي استعجي حتيجي لكن لما تختار الفلوس في وقت من الأوقات هتشتاء للنجاح صحيح مش هتلاقيه ومش هيجيه لك واضح الفرق واضح جدا طيب واضح جدا آخر حاجة مين في رأيك انت بتلي أفضل لعب في مصر السنة دي كان أحمد سيد زيزو أفضل مدرب مصر السنة دي كان مين فريرة يعني فريرة أفضل مدرب بشكل عام علي مهر علي مهر أفضل مدرب مصر مين اللعب اللي خزلك السنة دي واحد بس قول لي خمسة أنا عارف لك تيريه لدواتي خمسمية وخمسين منهم وعشرة فبقى بقى لنا خمسمة واربعين هتعد خمسمة واربعين دلوقتي لا خزلني طبعا العيبة كتير يعني خزلني طبعا ما أقول لك حاجة برسي طبعا ومكسوني يعني ده مبدئيا عشان دول عنوان دول بعيد عن الخمسة لا لا دول بعيد عن الخمسة بس دول يعني ايه لو بتكتب عندك كتاب في فصل الخزلان ودول عنوان الفصل ودول عنوان الفصل يعني بصراحة يعني حسين الشحات يدي أكتر من كده طبعا أنا مش بكلم على لعيبة يعني ايه مجهدة يعني يعني أنا بختار أنا عارف أنا بختار ازاي يعني مش هقولك السولية مش أحسن مواسم لي لكنه هو يظلم السولية ولا علي معلول نفسك لا علي معلول أنا بشوفهم حتى بالظرف ده يعني لما جيت أختار فريق الموسم حطيت علي المعلول هو الباكليفت تمن أهداف خلوا بالكم يا جماعة الناس مش وقدة بالها الأهل يليعب الموسم بدايته 16 مباراة ولا 15 مباراة إبداع يعني برضو نسبيا أداءه كان هائل وعمل مطشط يعني كان أفضل مطشط 15 مباراة دول الأهل يطرف فيهم خمسة ثلاثة نحن نفتكر اللي في الآخر نحن الناس كلها بتفتكر اللي في الآخر طبعا والزمالك طفاوق في النصف الثاني صحيح من الهتائج وقورة صحيح فيعني ما ننساش أن علي معلول باكليفت ومسجل ثمان أهداف للأهل عايز حاجة واحدة نفسك ما تشوفهاش في الدولة المصر السنة الجاي الموسم الجديد حاجة واحدة نفسك ما تشوفهاش أو نفسك تشوفه متعدل لا لا بص أول حاجة تأجيل التأجيلات وتعديل التعديلات ده مش عايزه تمام عايز جدول أنا أقول لهو أنا عايز جدول من أول ما يتعمل لغاية آخر يوم أعرف الزوال أول أمتى والزوال أخي أمتى وعايز كمان حتقول لي أفريقيا وأصل المجهدين وأصل كذا يبقى الأندية الأندية كلها تفكر في نظام دوري حتى يكون في فترة انتقالية موسم واحد عشان نستريح شوية صحيح يبقى 26 أسبوع بدل 34 اللي هو البلاي أوف اللي هو الثمانية والعشرة اللي هم هيعملوا موسم واحد مع أن الأندية هاي اللي رفضت النظام ده صحيح مش عايز أشوف اعتراض على الإطلاق المدرب المدير الفني والمدير الفني طبيعي جدا أنه هم اللي خبطوا شوية مع الحكام يعني يتكلم يعترض ويقول له إيه حاكم ده حرام عليك لكن لا مدربين ولا مساعدين مدربين ولا مديرين وإداريين كل شوية زيطة على الحكم ويطلعوا يتكلموا معاه صحيح ده فوضى صحيح والفوضى لازم تبطل ده حاجة من الحاجات اللي مهمة جدا عشان شوف لازم الانتظام لازم العدالة لازم العقوبات تزيد شوية عشان الفوضى تبطل صحيح صحيح دائما بتشرف ودائما بتنور دائما باستمتع جدا بتواجه أنا بشكرك شكرا جزيلا جزيلا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معنا أبطال أبطال منتخب كرة اليد للشباب الفائز بطولة كأس الأمام الأفريقية كابتن عمر خليفة مدر منتخب اليد كابتن مهاب سعيد وكابتن عمر عمر الفولي لعباي منتخب اليد بعد هذا الفاصل خليكم معنا حظ الحلو إن أنا مع الأبطال دائما يعني ربنا بيكريمني دائما بالأبطال وربنا بيكريمني دائما بالبطولات والكوس ربنا بيكريم نحن كبلد بأبطال كتير جدا في كل الألعاب بس تحديدا كرة اليد الأبطال فيها ما بيخلصوش بأجيال مختلفة طول الوقت نشئين وشباب ومنتخب أول طول الوقت وجيل بيسلم جيل والأجيال اللي بعدهم بياخدوا بطولات وإنجازات وحاجة رائعة يشرفني وينورني في هذه الفقرة يكون معايا أبطال أفراقية لكرة اليد منتخب الشباب اللي عملوا إنجاز عظيم جدا وحاول بطولة مؤخرا يشرفني بينارني كابتن عمر خليفة مدر منتخب اليد كابتن عمر مشرف ومنور ربنا خليك كريم الشرف اللي والله مبسوط لنا معاك أنا أسعد أيضا كابتن مهاب سعيد كابتن منتخب مصر للكرة اليد شباب كابتن مهاب مشرف ومنور ربنا خليك أخبارك إيه ده شرف كبير أيضا كابتن عمر الفولي لمنتخبنا للكرة اليد كابتن عمر مشرف ومنور منول حضير لك شكرا لك حلوة دي أعلم حق أقول لك إيه إلا أنا بعض أسألوا النفسي يا جماعة وفي جيل خلص يعني لمن في كورت القدم بتاعتنا إحنا دي اللي على جنب اللي بيكون لها بنشجعها يقول لك إيه أصل الجيل ده كان جيل استثنائي في عمل إنجازات لكن كورت اليد ما شاء الله ما شاء الله ربنا يديمها نعمة إنجاز وراء إنجاز وراء إنجاز وراء إنجاز وراء إنجاز الإنجاز المرة دي حالو منتخب جدا إنجاز حالو جدا حكيلي بقى حكيلي زي أنا بس هقول في بريف سغير كده إحنا سر نجاح الهندبول إن إحنا على طول بنشتغل في كل المنظومة أيوة فنبدأ من البداية خالص من البداية خالص إحنا عندنا بنية تحتية شارك فيها كل مؤسسات الدولة بقيادة السيادة الرئيس عبدالفتح السيسي إحنا عندنا زمان لما كنا بنطلع بطولات كنا بنطلع إن فيه مبهار بالصلاة اللي برة والشغل بتاع الهندبول والحاجات دي إحنا الحاجات دي بقت عندنا هنا دلوقتي إحنا كل شوية الاتحاد موفر لنا كل حاجة برئاسة الدكتور محمد الأمين وكابتن عاصم السعداني وكابتن أيمن صلاح المشرف على المنتخبات القومية مفيش حاجة بنطلبها أو بنحطها في البرباريشنز بتاعتنا ما بتتحققش إحنا كل حاجة بنطلبها بتتحقق لنا إحنا مسكنا المنتخب ده من سنة بالزبط سنة وشهر تم الاختياري واختيار كابتن صبر حسين تم تجميع جهاز على أعلى مستوى وابتدينا المهمة بتاعتنا استلمنا منتخب 2002 كان فيه شوية يعني مشاكل كده حطينا سبوت عليها بتادينا نشتغل إحنا كلنا في نقطة بعيدة يعني قبل سنة منتخب الشباب ما كانش في النقطة اللي احنا فيها دي كان في نقطة بعيدة فقعدنا مع كابتن أيمن صلاح واتنقشنا وحطينا وجهة نظرنا كاملة لتطوير المنتخب وهو بصراحة يعني كان سابورت لأعلى مستوى في كل حاجة في جميع الأصعيدات صراحة ابتدينا نشتغل طلبنا معسكر خارجي تم الموافقة على طول عليه كان في دولة المجر لعبنا مع منتخب المجر خمس أوروبا لأن احنا ابتدينا نشتغل الأربع شهور عايزين نعرف احنا وصلنا فين بعد الأربع شهور يعني هل احنا برضو ماشيين في لين مظبوط ولا محتاجين نعدل حاجة نطور في حاجة فالحمد لله احنا كنا وصلين في الشغل اللي احنا عملناه أنا وكابتن صابر حسين ومعنا كابتن وليد مدرب حراس المارمة كابتن قيد عبد المقصود لعب نادي الزمالك صافيقا وحاجة جميلة أنا لسه هتكلم مع الجهاز برضو عشان اقول لك يعني احنا ايه يا ايه اللي عملناه يعني الجهاز بتاعنا هلو عصدي قصة نجاح وانا بحب دايما ناس مخصص النجاح باستماع جيد بالضبط فالمهم طلعنا المجر عايزين نطبق الشغل بتاعنا الحمد لله الحمد لله احنا لعبنا مطشين المطش الاولاني اتعدلنا المطش التاني كنا ماشيين احنا ليد طول المطش بس جي في الاخر برضو انت لما بتبقى في دولة اوروبية ساعات الحكام ما بيحبوش يخلوك ايه تبقى ليد على احنا كاسبانين لغاية اخر خمس دقايق فجأة لقينا بقى طبعا قرارات تحكمية مش فامية ايه دي مش القصة احنا برضو بيبقى اللي مطلوب احتكاك دولي عشان نعرف احنا برضو ايه فين فالحمد لله احنا كنا في اربع شهور وصلنا النقطة كبيرة جدا لان انا ابا مع خمس اوروبا اوصل لتعادل في مطشين ورا بعض فده كان ايه بروجرس ملحوظ لان كمان انا ايه يعني احكلم برضو عن الهيستوري بتاع الولاد هم كانت اخر بطولة بحر وتوسط خسرين من البحرين فانت متخيل احنا كنا في نقطة عاملة ازاي بعيدة المهم بعد المطشين المجر هنسكت لا اكتب كابتن ايمن عزيم موسكار كمان فكابتن ايمن ايمن اتعامل لنا روحنا بطولة اشتركنا في بطولة التيبي في فرنسا دي بطولة مصنفة يعني وبيروحها اقوى منتخبات في اوروبا كنا احنا وفرنسا والدنمارك ونوروش اتعامل كانت في رمضان والولاد كانوا صايمين خدنا الرزق ده الرزق صعب بس خدنا الرزق ده لعبنا اول مطش مع الدنمارك الدنمارك سادس اوروبا طب تمام هنعمل ايه حاطينا انا وكابتن صابر حسين الستراتيجي وبتاعه هنشتغل وكده وعملنا واناليسز معانا المحلل الفني من باشموندس محمد الهان بتاع المنتخب الاول كابتن ايمن موفره للمنتخب الشباب يعني يعني اللي بيحل المحلل الفني اللي اقوى منتخبات في المستوى الاول هو اللي بيشغال معانا في منتخب الشباب ودي خلي بالك نقطة ادفانتج جيلينا كريم كبيرة جدا جدا لان بيحط يعني على سبوتات احنا برضو ممكن ما تبقاش جتلي يعني او انا ما تجيش في بالي المهم فحللنا ماتشات الدنمر كلها اللي اللي لعبوها في بطولة اوروبا اللي كانت في شهر سبع كانت قبل البطولة دي بتامن تسعة شهر حللنا ماتشات كلها وقفنا على نقطة ضعف الهجومية والدفاع واشتغلنا والحمد لله اول ماتشة كسبنا مع الدلمورك جينا تاني ماتشة هنلاعب فرنسا على ارضها والبطولة هي اللي منظمها طول الماتشة يا كريم احنا ليد برضو جينا في الاخر لأ انتو هتبقوا ليد ازاي لأ يبقى لازم في المقاطع بسديش سور للتكريم النهار دكتور اشرف صباح اه في الزب كانت النهار ده مزبوط انا اه عايز اتكلم على دكتور اشرف دكتور اشرف واحنا في البطولة ما سابناش يعني انا فجئنا انا لسه صاح انا والولاد رايحين نفتر كابتل ايمان صلاح تعالوا ده سيادة الوزير هيكلمكم وانا قعدنا الصراحة اداني رسالة تحفظية دعمهم مساندة كبيرة جدا جدا طيب مهاب انت راجل اصلا دلوقتي تلعب مع منتخب الشباب وماشاء الله مع الخبرات يعني منتخب ناشئين بتاخد كاس عالم منتخب الشباب اهو دلوقتي كاس عالم منتخب الشباب اهو دلوقتي كابتن المنتخب قولي بقى دورك مع المنتخب ده مش بس اكيد دور فني دور قائد ده بيبقى مختلف تماما عن دور مجرد لعب كويس اي طبعا انا من ورا عندي 16 15 سنة لعبت مع منتخب اكبر مني خدت معهم بطولة افريكا خدت معهم كاس عالم فكنت طول ما انا معهم بحاول بس اوصل لهم اننا مش مش بعد واحنا احسن طبعا مع الجهاز الفني دوت اشتغلنا بيعني تطوير اكتر وسبات يعني احنا مسكنا كاس جهاز يعني تقريبا اكتر فريق على المنتخبات اتغير عليهم اجهزة بس الجهاز ده جاي وسبت واشتغل بالتطوير معنا فأحنا كنا محتاجين ده محتاجين الاستقرار فبعد ما كنا في النقطة مثلا واحد من عشرة بينا دلوقتي لسه وصلناش للطوب عشان لسه كاس العالم فاحنا دلوقتي مثلا انا بقاء يعني ممكن نبقى تمانية من عشرة لسه لسه قدامنا بتاع تمن شهور على معطة كده جاهز معسكراتي جاهز معسكراتي لقوا ريدي جاهز جاهز انتو كده كاس عالم 23 مزبوط ان شهر ان شهر 26 23 بس فكنت يعني البطولة لعبنا كذا بطولة وضعها بس بطولة افريقيا مع جيلي دايك كانت بالنسبة لي حاجة مختلفة ان دي اول بطولة يعتبر رسمية صح اللي هي زي كاس عالم وافريقيا اقوى بطولتين يعني مزبوط فبس كنت ببقى معهم اللي هو مش عايزين نضغط نفسنا وفي نفس الوقت في نفس الوقت نحن البطولة دي مهمة لنا عشان نتائجنا زمان والكلام علينا فكنا عايزين بس نثبت لكل ان احنا مش كده احنا في حتة تانية احسن صحيح بس طيب عمر انا وانا ببص على النتائج كده كنت مجهز لك سؤال انه ايه اصعى المباراة وجهتها ايه المطباط اللي انت وجهتها في البطولة دي بس انا بس عشان ايه اقول الناس احنا كنا ماشيين فين البطولة دي احنا كنا في المجموعة التانية معنا الجزائر والكونغو وليبيا كسبنا القونغو نفس النتيجة 43 كسبنا الجزائر 39 27 في نص النهائي كسبنا انجولا 33 24 كسبنا الجزائر في النهائي 35 15 أ detect Sahaja كسبنا إن احنا كان الفرق الفرق في الدور الاول 12 هدف احنا هنا تقريبا 20 هدف في المباراة النهائية مش مباراة في المباراة في الدور او فتقريبا على مستوى النتائج المباراة كلها كانت سهلة بالنسبة لك أو أنتو خلتوها سهلة إلا حصلة يا صح؟ يا صح؟ أنا أنا بداعر لدي لا، كعمت مظبوطة كبيرا لا، أنت حتت تسبوط على حاجات بعد ما يخلص عمر سأقول لك عليها والله يا أستاذ كريم، إحنا استعدنا كويس جدا لطولة أفريقيا للتحاد مع الجهاز الفني وفرلنا كل حاجة إحنا نوصل زي محاولاتك بطولة دلوقتي ما فيش فرقة في أفريقيا توقف قدامنا أو فرقة تعافر معنا استعدنا من مواسكرات داخلية ومواسكرات خارجية زي ما الكابتن عمر روحنا للمجر، روحنا لبرتغال، روحنا لفرنسا فإحنا استعدنا كويس جدا والحمد لله، الشغل اللي احنا اشتغلناه والاستقرار نقطة الاستقرار اللي أنا مهاب دي كانت مهمة جدا لمنتخب بتاعنا كان محتاجها وصلتنا الحمد لله أني مفيش عتمر فرقة في أفريقيا يعني مشيت معنا مثلا جنين وجون حتى فالحمد لله وده أصلا مفروض الطبيعة بتاع مصر الطبيعة بتاع مصر في بطولات أفريقيا اللي هو يعني دايما مصر الأول بس الحمد لله إحنا قدرنا على قد ما نقدر إحنا نبقى أول بعيد يعني الناس دي كلها ما فيش حد يعرف يلحقنا في المطش طبعا، بتفكر كبير لسه خلصونا أصلا كمان الاسكولات دي كلها كابتن عمر وكانش رادي بيه ده بجد بقى ده بجد بقى ده بجد بقى شكله صعب وضع يعني أنا مسح لو طلع بالنتيجة دي تتخبونة خارج بتزعالي ولا مسح بتطلومني لا والله بعد كل مطشة كريم كان بيبقى فيه بانش في حاجات كده بجد والله لا في التدريب يعني بيبقى فيه تحميل كده في التدريب بانش ريو آه يعني أنت بتعكمون بالتدريب آه مش بسيط مش بره بسيطة بسيطة يعني لا أنا هقول لك برضو النقطة دي أنا عايز أتكلم فيه إحنا برضو الحمد لله يعني أنا وكابتن صابر حسين بنشتغل بستراتيجي مش بنشتغل كده يعني إحنا مثلا فيه شغل رايحين محضرينه للمباراة نهائية أيا كان اللي موجود الشغل ده ما ظهرش خالص طول البطولة آه يعني أنت مجهز من قبل البطولة أنا لما حوصل النهائي من سنة كريم أنا مجهز من سنة شغل للمطش النهائي من سنة كريم كبان عارف أنك حتوصل النهائي إن شاء الله بإذن الله آه يعني فهم أنا واثق في الولاد أنا هنوصل فأنت مجهز تشريب الاستراتيجية بتاعتها من سنة من سنة فيه تاك تيكس شغلين عليها لمدة سنة والتاك تيكس ده مش تطلع غير في المطش النهائي بس وده اللي حصل أنا جيت في المطش النهائي مجزار اللي عبتني قبل المطش النهائي في المجموع فرق اتفرق 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 في الدول الأول اللي يتفرج على المطش ده اتفرق على المطش النهائي هيعرف ان فيه مية في المية من الشغل الهجومي والدفاعي مختلف تماما عن الشغل بتاع المجموع هو اصطدم المدرب اتشلم ما فيش قاعد خلق ما عشي قاب خمس تجوين مش دارهم اللي بيحصل ماذا؟ المدرب دارهم متحجمين طول أصلا طول بطول أفضلنا متحجمين بالتاك تيك يعني كنا مديننا طول تاك تيك أو سري تاك تيك بس نشتغل بيهم طول بطول لحد الفائحة يعني معناها مثلا بتاع عشرة تاك تيك يا نواطش الفائن والبقى طلعنا اللي عشرة طلعنا بقى مش كبت زلال فائحة كبت انت عايز تطلعنا انت عايز تطلعنا بس انت مشايش هم انطلقوا بس النقطة مهمة جدا تدريبيا يعني انا معلش انا برضو فكري الحمد لله يعني الحمد لله ان الشعب المصر كله دلوقتي بقى يحب كورت اليد انا لدرجة انك كتبت فمرة ان كورت اليد قربت تبقى الشعباء الاولى في مصر يعني اتمنى والله احب كورت اليد عشان ناجحات كورت اليد بس الفكرة انه فكرة انك تعمل استراتيجي وانك تفاجئ الخصم وانك تحسسه ان انت منافس تاني اصلا يعني مش هده المنافس اللي عمنات ده وضح منه شغل وتعب واجتهاد يعني عشان ميبقاش الموضوع يتصوروا الناس انه انت بتمسك وراء وقلم وهتقولها المطشة او تاني هو بيقولك عشرة تاكتكس يعني انت بتقعد تحفظ اللي عابين بالزبط بالزبط لا بناخد فترات انت عشان هو يتقن التحركات دي كريم بنقعد فترات طويلة انا عايز اقولك ان احنا مثلا بقى انا سنة في حاجات من التاكتكس لسه انا وكابتن صابر مش راضين عنها يعني محتاجين نشتغل عنها اكتر في انت خلابك كل مطش بيفرق عن تاني كل مطش فيه نقطة يعني البربراتي بتاعته في الاناليسز بتفرق جدا يعني فيه النقطة القوة في الهجوم ونقطة الضعفة في الهجوم في الخصم ونقطة القوة في الدفاع ونقطة الضعفة في الدفاع انت كل مطش بتشتغل على الحاجات دي وعلى حسب انت ممكن تركات صغيرة تعملها في المطش تخليك ليد طول المطش حاجات كده انت تتقفلها وده اللي احنا كنا اشتغلنا عليه طيب مهاب في حاجات بنقولها في الكورة برضو دايما بحط المقرنة دي عشان الناس دايما دماغا بتعلق في الكورة يقولك والله اصلي مهاب بيلعب في النادي الاهلي في النادي الاهلي المدرب اللي بيشتغل معاه بيشتغل معاه التاكتك معين لما بيروح المنتخب فالتاكتك بيبقى مختلف فبيتلغبط فان بيعرفش يشتغل ده بنقوله في الكورة في كورة القضب انتو نعاشوا من فيكو بيحب الكورة يعني كانوا بيشددوا وكان بيبقى الموضوع ده بيشددوا وبينبهوا عليهم جميل جدا واقعدوا فترة معنا كتير عشان نتعاود عالموضوع دا اللي في النادي حاجة وphantخب حاجة يعني لازم تفسل مبيل 올�犬 لاتنين المدرب في النادي بيقولك حاجة المدرب في المنتخب بيقولك حاجة انت هنا تلتزم وهنا تلتزم بس действительно في المرونة واوما يصبża لدرجة زي ما حدولك بتقول المرونة انا احنا عدفن التاكتك والحاجات اللي احنا مطلوبة مننا في المنتخب نعملها والتاكتك والحاجات المطلوبة مننا في النادي نعرف نعملها هاي الجد طيب عمر من الحاجات المهمة جدا بعض افكر فيها دايما لانه لعب كورة اليد بيبقى يعني اوما بتبدأ كورة اليد بتبقى ضام النجاح عارف في لعب كده اللي هو ايه يقولك يروح لعبها عشان ينجح على طول انت وانت بادئ كورة اليد وانت بتشتغل كورة اليد انت بتتكلم في المرحلة العمرية لقبل المنتخب الأول فأنت بتبقى حاسس أنه النجاح مبمون في كرة اليد أو النجاح ده محتاج هو كرة اليد عكس كرة القدم شوية كرة اليد يبتكون محتاجة مجهود محتاجة مجهود وممارسة طويلة علشان البني آدم يوصل للمجاح. كرة القدم تعتمد شوية على موهبة. موهبة مع المجهود مجهود طبعا. إحنا يعتبر كلنا نبتدي من سنه سوار جدا من سنه أربعة وخمس سنين ومع المجهود والتعب والكرم ده طبعا بنوصل بعدها للنجاح وإحنا يعني بطولة أفريقيا دي دي مش آخر المطاف أكيد دي خطوة مهمة جدا في البلان اللي احنا حطينا لكسة العالم إن شاء الله كسة عامل الشباب. إن شاء الله. إحنا آخر بطولة أخذنا برونزية على بعض تذكر. لا ده الشباب الشباب تالي. شباب تالي. وإن شهدنا بطولة العالم بطولة العالم. الحمد لله. طيب أنا أتفضل. لا أنا كنت أقول لحضرتك اللي إحنا أصلا من سنة لما ابتدينا البلان بتاعتنا الكبيرة أصلا هو يا كسة العالم مش بطولة أفريقيا طبعا. بطولة أفريقيا حاجة مهمة جدا وخطوة مهمة جدا في البلان بتاعتنا. ممتاز. لكن إحنا هنكمل على كل دوت علشان كاسة العالم إن شاء الله. إحنا نوفى النقطة دي خالص. ممتاز. كابتون عمر أنا معي ديئة ونص. ديئة ونص دول بقى عايز فيهم حاجة مهمة جدا. أنا ما عملتاش لقول حالة فعايزة كنت لتعمل. قائمة الشرف. القائمة اللي فازت بكأس الأمة الأفريقية اللي أسماء هم الناس كلها لازم تعرفهم جاس فني ولا عمي. تمام. آآ آآ هابدى الأول بآآ كابتن آيمن صلاح المشرف في العام على المنتخبات القومية مجهود جبار وسابورت طول الوقت كابتن صابر حسيني مدير الفني أخوات كبير وسابورت إليه جدا ومدينة مساحة كبيرة يعني أنا مقدرها جدا أنا يعني المدرب العام كابتن وليد عبد المقصود مدرب الحراس وإسطورة حراسة المرمى في مصر كابتن محمد ديرينكي المديري الإدارة يدينا مبتعنا موفر كل حاجة وحاجة جميلة يعني ودكتور مجد متحت وكلهم بس عظيمة فكرة المتخب بعد كده باش مهندس محمد إمام محلل الفني دول قائمة الشهر واللعبين اللعبين يعني أخذها من المراكز كده إسلام راضي أدم البشري ونجاتلفت بكاتلفت هشام صلاح مروان بوشا محمد سامير بوشا بوشا برضه كان مع مهاب في كاس العالم طبعا نشي سنتر باك فولي وسامح وأحمد سامح وعمر ناصر الباك رايت مهاب الوينج رايت محمد غريب وقوكا محمد أعماد أوكا السنتر فرود محمد طارق عمر شريف جدو الحراسة المرمى جدو وجدو محمد عبدالعسي أنا بيحصل لذلك لما بقول لي زمالي ألقاب بنسى أسمعهم بعد لا بنسى أسمهم الله هو جدو الحراسة المرمى يوسف حاتم يوسف وليد يوسف نجل تلاتة يوسف عنه كابتن عمر مليون مبروك دايما مشرفيننا ودايما رفعين رأسنا للسماء أشكرك شكرا جزيلا أشكرك أشكرك يا فنم مهاب شرفت ونورت ودايما مفرحنا ودايما مع كلهم منتخبات حاجة عظيمة شكرا على الاستدفافة الجميلة أشكرك شكرا جزيلا كمان عمر انت شرفت ونورت وحاجة تفرح يعني رب دايما يوفقك في حياتك اللي جاي أشكرك شكرا جزيلا من اليوم مبروك منتخب مصر كورت اليد لشباب بطل كأس الأمم الأفريقية كعادة كل منتخبات اليد احنا بنستضيف منتخبات اليد كلها بالمراحل العمرية المختلفة وإحنا شايفين بطلات زي دي وإحنا شايفين كاز زي ده وإحنا شايفين إنجاز زي ده دايما نموذج مشرف للرياضة المصرية أنا باتكلم على منظومة كرة اليد المصرية ومنتخب مصر للشباب لكرة اليد شكرا جزيلا أشوفكم يا رب على الان بحير شكرا